اهلا بكل مشاهدي قناة النادي الآلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم الاهلي خط أحمر اهلا بك فارس اهلا بك وسامع وفي البداية طبعا خالص تعزينا في وفاة جدك وخالص تعزينا للولدة طبعا ربنا يغفر لي ويرحمه ان شاء الله ادام لله وان شاء الله ما نعزيش اي حد في غالي عنده ولله ما اخذ والله ما اعطى ولا نقول الا ما يردي الله علي صوتك كده ربنا يغفر لي ويرحمه ان شاء الله وبإذن الله يعني تكون اخر الاحزان ان شاء الله وعزائي الخاص لوالدة صديقي طبعا محمد فارس ربنا يصبرك ويليهمك الصبر والسلوان ويغفر لوالدك ويرحمه يا رب النهاردة قرأة كأس مصر وعندنا احاديث كتير قرأة كأس مصر الجديد دور الستاشر وعندنا بكرة مباراة في كأس مصر القديم يعني عادي جدا يعني خلاص اعتدنا على الكلام ده مباراة مهمة جدا ومرتقبة امام بيرامدز تم تعيين طاقم تحكيم منقسم لدولتين ساحة روماني وعلى تقنية الفيديو حكم مجري الحكم الروماني كوفاكس سبق وحكم قبل كده يا فارس في مصر مباراة القمة اللي كانت في بركة برج العرب الاجواء كانت صعبة جدا كانت اعتقد نوة في اسكندرية متواجدة وكان فيه امطار كتير جدا ودي المباراة التانية ليه في مصر ولكن عندنا بعض التحفظات على الحكم لان برغم انه اقدم موسم جيد الموسم ده هي افضل موسم بالضبط حتى على مستوى الاوروبي تواجد في مباراة مهمة لكن على مستوى السي في بتاعه او تاريخه كان فيه مشكلات كتير فرأيك كيف الحكم وتعيين الحكم حكم بص يا اسامة يعني انا عارف ان عندك تخوف من الحكم انا عارف ده ولكن انا بشوف ان الحكم للامانة قد موسم كبير جدا ربع النهائي في دوري ابطال اوروبا مباراة اتليتكو ومباراة السيتي وكمان كان موجود في نصف النهائي الريال والسيتي وكان موجود في نهائي دوري المؤتمر اللي جوزي مورينيو اخيرا عاد للتتوجات بالنسبة لعشاقه وروما بحق لقب اوروبي هو الاول كان برضو مع نفس الحكم الحكم السنادي حكم مباراة كبيرة جدا حكم السنادي هو افضل موسم لي وموجود اكيد من الحكام المرشحين والحكام اللي هيكونوا موجودين في كاس العالم الحكم فيه في مسيرته اكيد بعض المواقف الغريبة زي ضرب الجزاء لمهاجم السويد تم منحها بالاتفاق هتقول لي يعني بالاتفاق هقول لك كان فيه لعبة الشوط الاول بين الشوطين كان حصل حديث وخرجته وسائل الاعلام على لسان المواجم نفسه انه قال له هحتسب لك ركل الجزاء بديلة بالنسبة لك حكم هو الحكم حاليا في مستوى جاية فنيا ولكن يظل عندك تخوفات نتيجة بعض الوقائع في مسيرته اه ده شيء مشروع انما انا بتكلم على مسيرة ومستوى الحكم اللي حكم مباراة كبيرة جدا في دورة ابطال اوروبا وانهاء دور المؤتمر قدر اقول له انه حكم لو عايز لو عايز هو قادر اكيد يطلع بمباراة الاهلي وبرامدز البر الامن هي نقطة مباراة السويد وتركيا بالتأكيد تناولاتها صحيفة المركة الاسبانية وكان مثار جدل كبير جدا وانا ليه متخوف من طاقم التحكيم وليه بنقول جرس انذار لان تاريخنا في كأس مصر مع بيرامدز منذ ان كان اسمه الاسيوتي بيشهد خروج من المسابقة باخطاء تحكمية سواء كان حكم مصري زي الحكم محمد عدل لقدار مباراة الاهلي والاسيوتي اللي كان فيها ركل الجزاء واضحة للنادي الاهلي او جهات جريشة اللي تغاد عن رقالات جزاء في مباراة الاهلي وبرامدز وطلع اعتذر بعد ذلك عن هذه الاخطاء واعتراف واضح انه ارتكب هذه الاخطاء فبالتالي انا لازم هنا يكون عندي بعض الالأ عندي بعض الالأ ايضا من فكرة الاختيارات هل الاختيار جاي عشان نبرز اخطاءه من رئيس لجنة الحكام ونقول مش انتوا عايزين تحكيم اجنبي فبنقول لكم ان التحكيم المصري افضل والتحكيم الاجنبي عنده اخطاء جاي برضو من فكرة ان انت تتجه تحديدا في تقنية الفيديو او تقنية او البروم لطاقم تحكيم مجري غير معتمد من قبل الفيفا فكل دي تحفظات بنحطها قبل المباراة ولكن بنتمنى زي اي حد عاوز يلعب منافسة شريفة ان الحكم يكون في كمة مستوى ويستكمل المستوى اللي قدمه هذا الموسم لكن واحنا بنقول ارعت بقى دور الستاشر للموسم الجديد كان فيه تحفظات كتير جدا والتحفظات دي احنا ايضا اعتدنا عليها اعتدنا عليه اي مجموعة فيها النادي الاهلي او اي طريق هييمشي فيه النادي الاهلي هو دايما الطريق السهل المفروش بالورود هو صلاح سالم بعد الفجر على حد تعبير احد لعيب نادي الزمالك القدمة واي طريق هيتواجد فيه نادي الزمالك حتى لو كان في مواجهة دورة ابطال افريقيا وفيه سجرادة هيبقى الطريق الصعب هو صلاح سالم فعز فترة الزحام خمسة المغرب ده دايما اعتدنا عليه ولكن خلونا نستعرض ونركز ونتكلم بهدوء وبمنطق وبموضوعية زي ما حراركم معتدين معنا ونشوف قرعة كأس مصر دور الستاشر الموسم الجديد طريق النادي الاهلي وطريق نادي الزمالك ثم بعد ذلك نشوف بقى ايه الاعتراضات ممكن نستعرض القرعة ومواجهة النادي الاهلي لمصر المقصة وده مشوار النادي الاهلي الاهلي هيواجه مصر المقصة الفائز هيواجه المقاولين والجونة على المقابل اربع فرق هيطلع منهم فريق يواجه فريق من اللي في مجموعة النادي الاهلي في الدور ابل النادي سواء طلع الجيش او منتخب السويس او سموح او كفر الشيخ وده القرعة اللي الناس بتقول عليها سهلة برغم ان موجود فيها فريق زي طلع الجيش وده فريق حقق بطولة السوبر المصري على حساب النادي الاهلي ووصل لنهائي كأس مصر على حساب نادي الزمالك لمواجه في دور ابل النادي بس عادي الطريق سهل جدا على المقابل الزمالك والاسماعيلي وكل كت يمكن عاشر مرة والمصري واسترن اللي هيفوز من الزمالك والاسماعيلي هيقابل الفائز من المصري واسترن هيطلع فريق من الاربعة دول يواجه فريق من الاربعة على الجانب الاخر امبي البنك الاهلي بيرامدز سيراميكا ولأول مرة تقريبا يتواجد بيرامدز في مجموعة او في طريق نادي الزمالك كان بيرامدز دائما وابدا بيتواجد في مجموعة نادي الاهلي يمكن مش أول مرة يعني تاني مرة لكن تواجد قبل كده في بطولة كأس هنبقى نستعرضة ولكن خلينا نوضح فارس القصة دي أساسا هل هي متعمدة أننا أروح للسكة دي آه فيه تعمد اللي هو بالتوجه بس التوجه ده مشين عليه خمس أو ست مواسم ده حيث إش معنى دلوقتي بنشتكي من القرعة الموجهة بص فكرة توجيه القرعة ده معمول بيه هنوصل معاك وبتدرج مواسم ولكن القرعة بتتكلم الحاجة عمر حسين شرح ببساطة إن احنا بنتكلم أول وثاني الدوري موجود كل واحد فيهم في جانب وبنتكلم في إن التالت والرابع هكذا وتقسيم الفرق بعد كده تمانية وتمانية عايزين نقول حاجة يمكن المشكلة يا جماعة إن الناس بتبص على حساب الفريق اللي وصل مش كم ممكن يكون الوضع إيه يعني نادي منتخب السويس هو وصل للقرعة دي وفي الطرف اللي فيه النادي الأهلي وصل على حساب مين على حساب فيوتشار أيوة فيوتشار واحد من أقوى الفرق في الدوري السنادي منتخب السويس وصل على حسابه نادي زي كفر الشيخ وصل على حساب مين وصل على حساب فاركو واحد من الفرق القوية أيضا في الموسم السنادي ومن الفرق اللي بادري حجزت فكرة ان هي بعيدة عن الهبوط على الجانب الاخر نقطة نقدر نطرحها بسهولة جدا انت عندك المربع الناس يا جماعة لما بتشوف فكرة طلاق الجيش منتخب السويس سموحة وكفر الشيخ وارد جدا يخرج من المربع ده فريق واحد في النهاية هو اللي حيبقى اقترف فيه نصف النهائي وارد يكون سموحة وارد يكون فريق اخر خرج فيوتشر او خرج فارقه على الجانب الاخر المربع اللي فيه امبي والبنك الاهلي وبرامتز وسراميكا وهو ده اللي ادى يحق للناس ان ياه ده بص طريق الزمالك فيه معركة طحنة كل الفرق دي اللي هي امبي والبنك الاهلي وبرامتز وسراميكا هيوصل منهم فريق واحد بس زي نفس وضع المجموعة المقابلة عشان يقابل نادي الزمالك لو كمل يبقى اذا انت الفكرة مش بترسلي فكرة دهنة في طريقه والزمالك مش هلاق بكل الفرق دي حضرتك الزمالك مش هلاق بكل الفرق دي وفريق زي منتخب السويس او كفر الشيخ اللي انت شايفهم في طريق النادي الاهلي هو النادي الاهلي مش هلاق بكل الفرق دي هو يا جماعة مش دوري انت عندك مشكلة في التقييم اساسا لما تفتكر ان ده دوري ان الاهلي هلاق بكل الفرق دي فسأل يكسبها والزمالك هلاق بكل الفرق دي فسأل يكسبها اولا ده طرح منطقي ملوش علاقة بالواقع لان الطرح المنطقي السليم هو أن أنت تتكلم أن فريق واحد هيصعد من أمبي البنك الأهلي بيرامدز وصيراميكا وفريق واحد هيصعد من طراء الجيش منتخب السويس وموحة كفر الشيخ دي نقطة المواسم اللي فاتت قبل ما تروح للمواسم اللي فاتت أساسا المواجهات اللي هيقابلها نادي الزمالك مواجهة الإسماعيلي اللي بنسبة كبيرة أعلى أنه انسحب لو البيان هو جد فيه فنادي الزمالك هيقابل الفائز من المصري وإسترين كومباني حابب بس أوضح أن النادي الإسماعيلي في 22 مباراة لم يحقق الفوز في الدوري هذا العام سوى في أربع مباريات فقط لغير النادي المصري في المركز 13 لم يحقق الفوز هذا العام في الدوري في 22 مباراة سوى في خمس مباريات فقط لغير فالأسماء اللي حضرتك شايف مع كامل تقدرنا واحترامنا لها هي بتقدم نسخة الموسم ده بعيدة تماما عن نسخ الإسماعيلي في مجدو أو نسخ المصري في عزدو القصة كلها أربع مطشات فوز وخمس مباراة فوز فريق زي مصر المقصة اللي يابلوا نادي الإسماعيلي ده قدر في الدوري برغم مكانته متأخرة لكن حافظ على نظافة شباكه في ثمان مباريات دي نقطة النقطة بقى الأهم احنا طول عمرنا بنقول أن مباريات كأس مصر مباريات تحمل المفاجئات مش بس كأس مصر مباريات الكؤوس في أي دولة في العالم هي مباراة بتحمل المفاجئات وياما شفنا فرق درجة تانية ومراكز شباب بتطيح بفرق أبطال وحاية البطولة أكثر من مرة مش عايزين نضرب أمثلة لأمثلة كتير وده واجئ موجود وشفناه فبالتالي فكرة التشكيك دايما في أن طريق النادي لأهل سهل ودايما طريق النادي لأهل صعب فهو ده اللي احنا عايزين نقف عنده ده بقى اللي كنا بنتكلم فيه قبل ما نروح أصلا لفكرة بقى بطولات المواسم السابقة طيب انت خلينا أقول هنا أنا معترض على فكرة التوجيه أنا مش عايز قرعا موجهة أنا عايز اتحاد الكرة في كاس مصر يحط 32 فريق ويعمل آلية يطلع إن شاء الله الأهل يلعب الزمالك في دروس 16 بس يبقى على كله لكن ما ينفعش تبقى قرعا موجهة ماشي معاك حلو ماشي معاك حلو ماشي معاك حلو وأول لما تلاقي ممكن تواجه برامز في الدور قبل النهائي اللي الأهلي كان بيقابله في دور الستاشر وبيقابله بكرة في دور التمانية بقت الدنيا صعبة يبقى أنت جايب تشتكي دلوقتي جايب تشتكي أكثر المستفدين من مسابقة كاس مصر بالقرعا الموجهة هو بالتأكيد الفريق الأكثر حصولا على البطولة في ظل نظام القرعا الموجهة مين بقى الفريق الأكثر حصولا على البطولة في ظل نظام القرعا الموجهة تحقيل اللقب؟ هو نادي الزمالك حاليا هو أكثر المعتردين الشكوى بتصدر من نادي الزمالك وأعلام نادي الزمالك ولعيبة كبار كضام في نادي الزمالك وكأن الأمر موجه ده باختصار شديد موضوع قرأة النهاردة قبل ما نروح للبطولات السابقة ده قبل ما نروح للبطولات السابقة وانت كمان بتقول عن فريق المقصة او بتضرب مثال بالفرق او حال المصري لو سامة استرن اللي مطلعه غازل المحلة استرن طلع غازل المحلة وغازل المحلة طبعا ترتيبه بيصبق استرن في جدوى الدوري ليه محدش جاء قال اتحطلنا استرن هو ده الطبيعة جماعة وزي ما قلنا لو عايزين بقى نروح لمبدأ كمان خاص بفكرة الفرق اللي انت بتقابلها وازاي موضوع القرأة الموجهة القرأة بتاعة الموسم اللي فات سريعا احنا ممكن نروح لنفس المثال عندك اسوان وسهاج الجونة كيمة والمصري والمنصورة وطلع الجيش ده مجموعة مربع واحد عشان كده جماعة ده مش دوري والله العظيم اقسم بالله ده مدور يعني ده اللي الناس مش قادر يوصل كل المجموعة دي اللي فيها فرق زي الجونة والمصري وطلع الجيش كان ممكن انت تقول انا حقابلها قابلت منها اسواق على الجانب الاخر النادي الاهلي لسه بيلعب في دور قبل نادي الزمالك وبيقابل في بيرامدز وبإذن القصة ملهاش علاقة ان انا كل الفرق دي اضعف او الفرق دي اقوى وانا بأكد على فكرة يا جماعة القرأة قبل ما كانت موجهة احنا عندنا شفنا مباراة حية ومثال الكلام ده موسم 2010 كانت القرأة غير موجهة دور الستاشر الاهلي بيلعب الزمالك في كاس مصر بنفوز ثلاثة واحد جول شريف عبد الفضيل اكيد كلنا فاكرية تزديدة اللي عايشة في ازهاننا لحد دلوقت دي قرأة مش موجهة يعني النادي الاهلي فعلا هو المتضرر الاول النادي الاهلي لو بيلعب اي فريق تعال اشوف كده الافرج بتاع مواجهات النادي الاهلي ومواجهات الزمالك وبعض الفرق الاخرى هتكتشف ان بالعكس انا عندي الزمالك يكون في مجموعتي افضل ليا من بعض الفرق الاخرى فرس اصلا لما كانت القرأة مش موجهة النادي الاهلي قدر يحافظ على سجله خالي من الهزائم امام نادي الزمالك ومسابقة كأس مصر ما يقارب 56 سنة وتحديدا من عام 1959 قبل ما تكون المراد بتنقل على الشاشات وحتى عام 2015 56 سنة الاهلي في اي وقت في اي دور قابل نادي الزمالك اطاح بيه خارج المسابقة ولكن الحقيقة دي بيغفلها البعض هنروح لموسم تاني اخر ونشوف النادي الاهلي في قرأة 2019-2020 ده طريق النادي الاهلي وطريق نادي الزمالك لما كانت موجهة هتتفاجئ ان زمالك لعب الشرقية سموحة FC مصر في دور الثمانية لبعد ما هبط ثم واجه طلاعي الجيش اللي هو المفترض في طريق النادي الاهلي ووارد يقابل النادي الاهلي اذا النادي الاهلي قدر يتجاوز الاربع فرق الموراتين اللي يلعبهم وخرج من الدور نصف النهائي وده كانت الموراء اللي كانت بعد ماتش القضية ممكن على المقابل الاهلي كان بيواجه الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي ممكن نستعرض المسابقة اللي قبلها المسابقة اللي قبلها عشان نوضح الفكرة هنا نقطة مهمة جدا نقف فيها كاس مصر 2018 2019 هنا بقى جماعة القرعة الموجهة كلة النادي الاهلي حيلعب الترسانة وبعد كده طبعا النادي الاهلي كسب قابل الفايز من بيرامدزو طانطة بيرامدزو طانطة على الجانب الآخر كان نادي الزمالك بيقابل الفايز من بعد ما قابل طبعا منية شباب سمنود قابل الفايز من الانتاج الحربي واتحاد الشرطة هنا نادي الاهلي قابل بيرامدزو خرج يبقى احنا بنتكلم في قادي اللي استفادة من فكرة القرعة الموجهة هنا وقتها ما طلع ناش نتكلم وقالنا انت ليه حاطت لنا بيرامدزو وليه حاطت لنادي الزمالك الانتاج واتحاد الشرطة وما كانش ده المنطق اللي بنتكلم به ولو حضرتك بتتكلم على طريق صلاح سالم لا انا عندي يوم مش طريقين تعال احنا اللي اتنين نتنافس في نفس الطريق فعلا بمبدأ بعيد تماما عن القرعة الموجهة ونحن لا النادي الاهلي لا انا عايز اقول بس والنفس الصورة دي محطوطة كده بصوا على الجانب الايصر التمن فرق اللي الزمالك او الزمالك منية شباب سمنود الانتاج الحربي اتحاد الشرطة مصر المقصة ابو قير للأسمدة وادي دجلة الجونة دي التمن فرق اللي نادي الزمالك كان مرشح يقواجههم للوصول للمباراة نصف النهائي دول التمن فرق وبيتكلموا عن الموجه بص انت عندك بتروجيت وامبي والدخلية والمنصورة هناك على الجانب الاخر المقاولين وغز المحلة واسموحه والألمونيوم والاتعاد السكندري الفكرة برضو اللي بنأكد عليها قسامة ان انت كل المربع اللي تحت ده لو انت كملت في طريقك هتقابل منه واحد ودي الجزئية اللي كتير جدا بشوف في نقاش الناس النهاردة مش قادرين يوصلوا لها هو بيئيس الجانب ده كله وصاد الجانب ده كله ده باختصار شديد يعني نموذج او مثال لقرعة كأس مصر الموجهة وزي ما قلت الحالاتكم مين اكتر فريق استفاد من القرعة الموجهة بالتأكيد الفريق اللي كان طريقه وصل للنهاية وقدر يحقق نهائي البطولة ولكن بنسجل تاني موقفنا احنا مش مع القرعة الموجهة احنا مع قرعة 32 فريق وما عندناش مشكلة نقابل اي فريق وتبقى القرعة على الجميع ولكن بما ان النهج اللي ماشينا عليه في اتحاد القرعة بقالنا فترة القرعة الموجهة ما ينفعش تجي تشتكي لما يجيوا اصادك فريق اخر الغريب بقى في الشكوى وانا يعني هنا مع كامل تأديري واحترامي لكل الاندائة هو رئيس النادي الإسماعيلي رئيس النادي الإسماعيلي الأستاذ يحييى القومي دائما وابدا لما بيتواجد في فطرة بترقاسته للنادي الإسماعيلي لازم هتلاقي التصرحات الجدلية وينضمن التصرحات الجدلية الكابتن او المهندس او الأستاذ يحيى القومي رئيس النادي الإسماعيلي بيتكلم عن النادي الأهلي. أنا مش عارف إيه دخل النادي الأهلي والإسماعيلي في الموضوع. يعني النادي الإسماعيلي ويع مع نادي الزمالك. فالمفترض هو يروح يشتكي من القصة دي. لكن يشتكي إن فكرة طريق النادي الأهلي طريق سالس. وأنا طريق صعب. أنا آسف جدا. يعني آخر بطولة حقا أهل إسماعيلي في كاس مصر كانت سنة كام. عشان تحط النادي الأهلي. ده طبعا التصريح. الأهلي بيلعب مع الأندية الأخيرة في جدول ترتيب. الأندية الأخيرة؟ طب ممكن حضرتك تقولي هو الإسماعيلي مركزه كام في جدول ترتيب الدوري. عشان حضرتك تبقى مستاء إن النادي الأهلي بيلعب مع الأندية الأخيرة. وحضرتك هتلعب مع الأندية المقدمة. مين اللي وضع الإسماعيلي حاليا في جدول ترتيب الدوري الحالي. أنا بصراحة مندهش جدا من تصريح زي ده. أنه بيتكلم عن فكرة الأندية الأخيرة في جدول الدوري وشايف أن الطريق ده سهل برغم أن النادي الإسماعيلي بيعاني عشان يطلع من منطقة الأندية الأخيرة لا أنا بحاول أفهم التصريح هل أنت كنت عايز تبقى في سكة النادي الأهلي بدل نادي الزمالك يعني كنت حاببت واجه النادي الأهلي بدل نادي الزمالك أعتقد إحنا ما كانش عندنا أي مشكلة والنادي الأهلي كان فيز بربعية على النادي الإسماعيلي في الدوري وبأداء كبير جدا فأنا للأمانة مش فهم التصريح لأن زي ما أسمع لكم والمفروض التصريح يكون بيخص نادي الزمالك مش بيخص النادي الأهلي تمام ولكن أعتقد معنا بقى بمناسبة المباريات معنا قايمة النادي الأهلي أن أعلن عليكم لمباراة برامتز بكرة القايمة جاءت كالتالي محمد الشناوي محمود متولي رامي ربيعة ياسر إبراهيم وحسام حسن ومحمد شريف وليد سليمان وبدر بنون وقاليو ديانج صلاح محسن أفشا محمود وحيد وعلي معلول طهر محمد طهر كريم فؤاد وهاني مصطفى شبير وحمزة علاء كوكا ومحمد أشرف وزياد طارق دي كانت قايمة النادي الأهلي طبعا بنتمنى التوفيق للنادي الأهلي غدا في مباراة برامتز ولكن يعني وإحنا بنعلن القايمة عندنا خبر يعني ما أعتقدش أنه يكون خبر سعيد لجمهير النادي الأهلي لأن في فترة الإصابات لما بيصاب لعب في الوقت الحالي أنت بتفقد كمان مع نجوم فقدناهم شايفين حمدي فتحي برق القايمة أيمن أشرف حسين الشحات أحمد عبدالقادر والنهاردة كمان إصابة بيرسيتا والدكتور أحمد أبو عبلة أعلن أن الإصابة بمزء في العضل الأمية وتحتاج مدة حوالي شهر موضوع طبعا صعب جدا وإصابات النادي الأهلي صعبة جدا ولكن نتمنى التوفيق للنادي الأهلي حاب تقول أي حاجة قبل ما نطلع الفاصل قبل ما نطلع الفاصل أكيد حابي بقول أن محمد شريف نقول حاجة إيجابية يعني ما تبقاش الدنيا صعبة أوي كده محمد شريف خد لعب الجولة يا جماعة في الدوري الأسبوع اللي فات أنا عايز بس أتكلم رسالة كده تخص محمد شريف سريعا عشان الناس توقف عندها وتفكر فيها كويس أوي محمد شريف الفريق حاليا فيه مش أفضل مستوياته أو أفضل نتائجه ويمكن بنمر في فترة صعبة محمد شريف لعب بيسجلك في الزمالك الدور الأول بيسجل في الزمالك الدور الثاني لعب سجل في مباراة بيرامدز لعب في مباراة البنك الأهلي كان صعب هدف الفوز في مباراة فيوتشار كنت ممكن تقرج خسران لولا الهدف اللي هو سجله هدف التقدم للنادي الأهلي يبقى إذن أنت عندك محمد شريف ببساطة شديدة جدا هو لاعب في الوقت اللي النادي الأهلي بيعاني فيه أو بعض اللاعبين مش في مستواهم هو لاعب محافظ على مستواه ده لاعب لازم نديله كريدت لازم نقول أنه حتى هدف النادي الأهلي في إفريقيا لازم نحافظ عليه لآخر لحظة لأن محمد شريف من لعبة اللي تمنى كتير جدا من لعبة الأهلي في الفترة دي يحاولوا يجيبوا مستواهم ويحاولوا حتى لو هم مش في أفضل حالاتهم يكون لهم تأثير إيجابي زي محمد شريف أكيد هنطلع لفاصل ونرجع معاكم ولسه كلامنا ممتد في الأهلي خطة أحمر أهلا بحراتكم من جديد والأهلي خطة أحمر والأهلي خطة أحمر قلناها في أول حلقة لنا الأهلي خطة أحمر أمام الجميع حتى أمام أبنائه إحنا هنا دورنا أننا نوجه ونقول على أي أخطاء ونحافظ على حقوق النادي الأهلي زي أي برنامج متواجد هنا على شاشة قناة النادي الأهلي السلاح الإعلامي للنادي الأهلي هو المنوط به الدفاع عن حقوق النادي الأهلي والأهلي خطة أحمر زي ما الأهلي فوق جميع أبنائه أيضا الأهلي خطة أحمر أمام جميع أبنائه الكابتن محمد برقاط أحد أبناء النادي الأهلي لعب كبير بالتأكيد له تاريخ كبير مع النادي الأهلي تسع سنوات من الإنجازات كان روح الفريق بمعنى الكلمة رصيده كلعب هو محفور في الزاكرة وفي القلوب وفي العقول ولكن لما نجي نتكلم عن حقوق النادي الأهلي وهو مسؤول في اتحاد قرة القدم فلابد من وقفة وقفة فيها عتاب أحيانا وقفة فيها انتقاد أحيان أخرى وقفة فيها مطالبة بحقوق النادي الأهلي قضية خطاب النادي الأهلي أو خطاب الكاف الذي أرسل اتحاد القرى اتكلمنا في كتير وسردنا القصة كتير جدا ولكن الكابتن محمد بركات بعد تاريخ ووقت كبير جدا من السرد طلع يتكلم في خطاب الكاف ويقول انه هو بيقدم اعتذار وان اتحاد القرى مسؤول فتعال نشوف تصريحات او جزء من تصريحات الكابتن محمد بركات عشان عندنا تعقيب مهم جدا اما تحصل مشكلة مع النادي الأهلي في الجواب بتاع استضافة النهاء الأفريقي لأ أنا عندي مشكلة عندي مشكلة حفظة لأقول النادي الأهلي عنده القواعد بتاعة البطولة ومش عارف ايه من بداية من شهر 8 ولا من شهر 9 من قبل ما البطولة تبدأ وي وي والكلام ماشي على عيني وعلى رأسي ماشي قلت الكلام ده وبعدين بعد كده جي جواب في يناير وكانت مدته شهر من 19 يناير شهر وعشر تيام كانت آخر فبراي جالي جواب قصرت اقصرت تقعزت تقعزت أبص في مراية يبقى أنا من الأول نقولي الكلام ده وما بتكلمش ما لديش علاقة بزميلي كلهم كل التأدير والاحترام كلهم قامات كبيرة أتشرف أن أنا موجود معهم مع الناس دي أتشرف أن أنا موجود مع الناس دي إنما فيه أخطاء طبعا فيه أخطاء طبعا فيه أخطاء أنا كالتحاد كرة كلفت النادي لأهلي بطولة أفريقيا السنادي أنا كالتحاد كرة أنا كلفت النادي لأهلي خسارة البطولة الأفريقية السنة دي السنة دي اللي لسه خلصان وأنا بصملك دلوقتي بالعشر على حاجات تانية كتير جدا جدا الناس بتزع لما بتكلم فيها بيزعلوا جدا وبتهاجم هجوم شديد جدا جدا ولا عندي أي مشكلة في أي حاجة خالص ممكن نتكلم على سوق أداء لعبة الأهلي ممكن أتكلم على تأليف مسماني على عدم تجهيزه للقاء ممكن أكلمك على بيانات النادي الأهلي اللي قاعدت كل يوم تنزل ممكن أكلمك في الحاجات دي كلها وأقولك إن الوداد في الملعب استهل إن هو يفوز بالمباراة كتشعين ديئة وفرقتين في الملعب بس أنا بالنسبة لي وحق ربنا كل ده في مراتب تانية السبب الأساسي إن التعادل كرة كان مقصر أثر لأن بكل اللي بقولك عليه كل اللي بقولك عليه بدأ كله بسوق لعبة النادي الأهلي يوميها في أرض الملعب نادي الأهلي لو كان لعب في أي ملعب تاني غير المغرب النادي الأهلي هيكسب البطول اتحاد القرى أسرنا أسرنا تقعصنا تقعصنا النادي الأهلي أو اتحاد القرى كلف النادي الأهلي خصارد بطولة أفريقيا طيب بعدين نحن بنعتذر نفس القصة كابتن محمد بركات زي نفس قصة أعضاء اتحاد قرة القدم المصري المشكلة عندهم في فكرة أنه لما النادي الأهلي طلع بالمؤتمر وعرض كل المحادثات اللي كانت بتغيب عشان حتى نوصلها عشان نرفع قضية وعرض الصورة واضحة على الجميع الكابتن محمد بركات جاي متأخرا يتحدث عن فكرة التقصير والتقعص تمام أنت معترف أن حضرتك كاتحاد قرة قدم كلفت النادي الأهلي خصارد بطولة أفريقيا ومعترف أن أي كلام في الفنيات أو في التحضير النفسي أو في بيانات النادي الأهلي اللي كان بتطلع قبل المباراة النهائية هي في المرتبة الثانية لأن المرتبة الأولى هو تحديد الملعب والكلام ده أي حد لها بكرة طبعا كابتن محمد بركات نجم كبير فعارف يعني إيه تكافؤ الفرص في أنك تلعب في أرض محايدة مش أنك تروح تلعب في أرض المنافس أو الخصم في مباراة نهائية بس كل ده الكابتن محمد بركات كان واضح جدا وصريح مع نفسه قال ده في المرتبة الثانية لكن إيه اللي في المرتبة الأولى هو تقعص اتحاد قرة القدم وإنهم ما شفوش الخطاب يا كابتن محمد بركات يا تقعص اتحاد قرة القدم طيب أنت تقعصت وخسرتنا بطولة فين العقاب؟ يعني فين العقاب؟ أنت مسؤول دلوقتك اتحاد قرة عن إخفاء خطاب؟ ما لاش إخفاء خطاب التقصير والتقعص في إظهار الخطاب فين العقاب للمسؤول؟ ده رقم واحد رقم اتنين أو احنا ليه دايما بنقف عند نقطة الخطاب؟ ما احنا قلنا أن لو أنت ما شفتش في توقيت الخطاب لغاية يوم 28 فبراير فحضرتك شفت في اجتماع اتحاد قرة القدم 10 إبريل و 12 إبريل اللي بناء عليه طلع خطاب لوزير الشباب والرياضة ما فيش فيه نهائي دوري أبطال أفريقيا اللي هو كان أول بطولة المفترض للاتحادات تقدم على تنظيمها من سبع بطولات اتبعتت لكل الاتحادات داخل قرة أفريقيا حضرتك فين من 10 و 12 إبريل من الاعتذار والتقصير ليه مشتنا كل المساحة دي كلها وكل الزمن ده كله عشان نيجي في النهاية نقول أن احنا أسفين يا جماعة أننا خسرناكم بطولة أفريقيا وكأن هو ده المقابل ولكن المسؤول المسؤول في القصة عادي جدا بيتم توجيه ليه اتهمات من كيروش بالإسم وحضرتكم سكتين وحضرتكم عارفين التقاعص انت ما شفتش كتسع أعضاء في داخل اتحاد قرة القدم فين وليده عطار المدير التنفيذي اللي كيروش كان جريء لما قاله إزاي بتتعامل معايا بالوجهين دول واني كيروش قال أنا مش هسيب حقي تظن يا كابتن محمد بركات ان المدير الفني الأجنبي اللي مش هسيب حقه النادي الأهلي يسيب حقه عشان حضرتك أحد أبناء النادي الأهلي طالع تعتذر عن التقصير والتقاعص وخسارة بطولة نهاية دور الأبطال أعتقد يا أسامة جمهور النادي الأهلي أصلا دايما بيوجه المسألة وبيوجه وجهات نظره وبيوجه هل كانت المشكلة فين لكل أطراف منظومة النادي الأهلي نفسها وإذا لما نقرق برا أطراف منظومة النادي الأهلي لأي حد كائنا من كان أنا بتعامل معاك انت لعب سابق في النادي الأهلي تاريخك له كل احترامه ولكن احنا بنتكلم في وقعة صريحة أنا لما أكون حد جهلت بالمعلومة بالشكل اللي بيتقال دا لأ لازم أجي أقول أنت ليك حق؟ عند اللي تسبب لك في الموقف دا قبل ما تيجي تتكلم في اعتذار مفترض تكون خدته فتيجي لما تتكلم جمهور النادي الأهلي يتقبل دا ويشوف إنك فعلا حسبته المقصر وبالتالي بقى عندك تايم لاين كده للأزمة أنا بداية الأزمة كانت فيه ما تبقاش بداية الأزمة مع احترامي للجميع لأنه مش أول حد يقول كده كابتا محمد بركات لا فيه غيره قال أصلا أنت كنادي أهلي وتتقالت الزق في النص كده كان عندك نظام البطولة نظام البطولة دا ايه يا جماعة؟ إن المباراة النهائي فيها من مباراة واحدة هل أنا مطلوب كنادي أهلي أصحى كل يوم الصبح المدير التنفيذي ولا أيا كان مين المسؤول في النادي الأهلي يتصل باتحاد الكرة يقول لهم يا جماعة هل موضوع الاستضافة جاء ولا لسه شوية كل يوم هل يا جماعة موضوع ما فيش يبقى أنا الخلل أساس عندي بدايته من زي ما عرضنا هنا في 19 يناير هل يكفي النادي الأهلي يا أهتزار اللي أهتزار دا وأنا قلتها مع احترامي لأي حد اللي أهتزار دا يتقال لما يبقى الموضوع لا يتعلق بحق من حقوق النادي الأهلي لما يبقى الموضوع شخصي ممكن نعتذر لبعض إنما حق من حقوق النادي الأهلي لا لازم يكون قصاد النادي الأهلي حد مقصر بيحاسب نطلع بقى ونشوف فيديو أيضا لكابتن محمد بركات وهو بيوجه رسالة لجمهور النادي الأهلي ونرجع نعقب عليه واحد مستحمل طبعا الهجوم مفيش مشكلة الناس من حقها تتكلم والناس من حقها تهاجم وأنا نفسي تهاجمت من جمهور النادي الأهلي يعني يعني أنا نفسي حاجة ما كنتش أتوقحها ولا أصدقها يعني اللي ما بيننا كتير يعني اللي ما بيننا كتير قوي ولكن يمكن أنا اللي دايقني شوية أوزع علم بقلاش دايقني لأن أنا ما أقدرش أزعل من الناس لأن الناس عند حقها ناس ما ناس بتحبه أشخاص جوه النادي الأهلي آه أحب الأشخاص وكل حاجة إنما جمهور النادي الأهلي بيحب النادي الأهلي أكتر من أحد أكتر من أي لعيب آه بيبقى عارف اللي لعب واللي عمل واللي سوا وبتاعه يحبه بيحطه على دماغه وقعدت سنين متشال على الرأس جوه النادي الأهلي ولكن اللي بيماس جمهور النادي الأهلي لا بيحب النادي يحب الكيان النادي أهم من أي حد جمهور النادي الأهلي النادي الأهلي عنده أهم من محمود الخطيب نفسه ولو ما هجموش وعملوا الكلام ده ما يبقاش هو ده جمهور النادي الأهلي اللي أنا أعرفه فاتهجمت اللي حظ في نفسي قيتي شوية ناس كتير وخبيته الجواب ومش عارف إيه الجواب والله العظيم قسما بالله العلي العظيم ثلاثة وحيات أولادي الجواب ده أنا لا أعرف عنه أي حاجة ولا المجلس يعرف عنه أي حاجة ولا ظهر من أساسه ولا حد فيه نحن التسعة شافه أنا بقول لحضرتك أي منات المصطفى اللي عايز يسد أي سد فيه غلط أو وصل فيه حد مسؤول أن الجواب مطلع آه فيه حد مسؤول أن الجواب مطلعش اتهمني أنا في الآخر هي في وش اتحاد الكورة ولازم اللي يشيلها اتحاد الكورة والآهل لما يزعل وجمهور يزعل لازم يزعل من اتحاد الكورة بس قول لي أنت مأثر قول لي أنت مهمل أنت مش متابع كويس أنت 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 حاجات ديت والله العظيم على الرأس بس فكرة أنت أنت خبيته الجواب لا أنا مصلحتي إيه كمحمد برك ده النادي الآلي ده النادي بتاعي يعني النادي الآلي ده النادي بتاعي الجمهور اللي زعلان دوت هو اللي أنا كنت راجع من قطر مخلص عامل أسوأ سنة في حياتي هو اللي وقفني وهو اللي يا والله بعوض يا بركات وهو وهو هو آه طبعا تقعد بقى تتعلم من أخطائك وتبتدي بعد كده تشوف لجنة وتعمل لجنة للمتابعة جوا اتحاد الكورة ودي مش عارف إيه والفاكسات إيه والإيميلات إيه والجوابات إيه ومش عارف إيه دلوقتي يبقى كل واحد دلوقتي في المجلس دلوقتي الصدر والورد كل يوم لازم يتبعت له على تليفونه وبقى عارف إيه اللي طلع من الاتحاد وإيه اللي دخل من الاتحاد والمراسلات وإيه 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 بصوا يعني لأخفيكم سرا إن كابتن محمد بركات من ناس اللي أنا بحبها على المستوى الشخصي ومن لعيبة اللي لهم كان في قلبي كبيرة جدا 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 ولكن كابتن محمد بركات هو اللي حط القعدة اللي بناء عليها بنتكلم وهو إن النادي الأهلي بالنسبة لجمهوره حتى مبدأ المسألة وحقوق النادي الأهلي مش بس عند أعضاءه أو عن لا ده حتى رئيس النادي الأهلي نفسه فإحنا موافقين القعدة ده يبقى ما بالك لما تروح لاتحاد الكرة فكرة الإقرار بالمسئولية وإن إحنا الجواب وصلنا وإحنا التسعة ما شفناهوش وإن إحنا عملنا لجان تنظر داخليا النتيجة إيه ما هو ده جماعة حق النادي الأهلي ما جماعة لازم نحطه كده زي ميساق ما بيننا وما بين أي حد إنتج جمهور النادي الأهلي عندك شخص لرمزية أهلوية جوه اتحاد الكرة أو لمسئولية إنت طالب منه إيه هل إنت كأهلاوي طالب منه إن هو ييجي مثلا زي ما حصل مع نادي الأهلي من أحد الأشخاص المنتمين لنادي تاني زي أستاذ عمر الجنيني تحديدا وأنا بقولي الإسم هو هل مطالب إن أنت تيجي مثلا تأيد لعب زي كهربا فيتقال لك لازم تدفع المديونية فتروح كنادي أهلي تقعد تلم الفلوس عشان تدفع المديونية وتأيد كهربا في أربعة أو خمسة عيناء عشرين عشرين وييجي بعدها كسونجو يتأيد ويطلع نفس المسؤول على أحد التطبيقات أو كلاب هاوس يعني يتكلم في أنه هو لا أنا سجلت لعب برغم وجود مديونية هل أنا طالب كنادي أهلي أو كجمهور أهلي من مسؤولي في الاتحاد أنه هو ييجي في وقع زي قيد لعبين وزي ما طالع كابتن أيمان يونس وصرح بشكل مباشر أن أنا كلمت الناس قالوا لي والله مش هينفع أنا أيدلك أنت عليك مديونية طب أنا مش هقدر أتفحها طب استنى نشوف لك حل وأيده أنا طالب كده لا أنا بقول لا ومش هطلب كده وأنا كأهلي أو كجمهور أهلي أول ناس مضارين من الطريقة دي ومش عايزين الطريقة دي لأن الطريقة دي معناها أن اللي على الترابيزة بيخدم ندي مش بيخدم العدالة والفير بلاي بين كل الأندية فمبدئيا إحنا مش عايزين ده أمال عايزين إيه عايزين العدالة عايزين أن لما الناس تقعد مع أهلي وزمالك ومع كل حد يبقى فيه مصطرة واحدة يبقى فيه مصطرة واحدة لكل الأندية يبقى لما فيه مسؤول أو بيتقال إحنا ما شفناش جواب ده سبب أدعى إنك تطلع تاخد قرار وتتهم وتوجه اتهامك وتوجه تحقيقاتك وتطلع بنتيجة نهائية زي ما الاتحاد الأفريقي اللي إحنا حتى بنلوم عليه عمل في قضايا كتير جدا داخلية وقال المشكلة هنا فيه إنما أنت ما عملتش ده فكرة إن إحنا بقيتبعت لنا الفاكسيات دلوقتي يا فرحتي طب حق النادي الأهلي فيه إذن أنا مش عايز حد يجامل النادي الأهلي ولاعب النادي الأهلي إدوا النادي الأهلي كتير جوا الملعب والأهلي الداون كتير أما في موقع المسئولية أنا عايزك يا أخي تعاملني على أهلي زي باقي الأندية فدي الرسالة وده اللي طالبه جمهور النادي الأهلي وده اللي ما بيستمحش فيه أما تاريخ أي لعب داخل النادي الأهلي حيفضل على رأسنا وحيفضل متشال وحنفضل مقدرينه لأن ده مالوش علاقة خالص بموقع المسئولية أما حقوق النادي الأهلي فهي زي ما قال الكابتن محمد بركات جمهور النادي الأهلي لا يسامح فيها أي حد مطلقا أعتقد الرسالة كانت واضحة ونتمنى قريب نعرف مين المخطئ والمقصر لسه انت عايزت لسه تتمنى تعرف مين المخطئ أو المقصر لا بشكل رسمي احنا نتمنى معاقبة المخطئ هو مش مجهل لحد في مصر والكسة كلها عارفة إنما التسطر عليه هو ده اللي أنا بشوف خطيئة مش مجرد خطأ وزي ما انت قلت يا أسامة الموضوع أعتقد لأبعاد تانية لإني لما ييجي زي ما شرحنا مدرب لمنتقب مصر انت بتحاول ترجعه ويتكلم على أشخاص ويجي يرد كده لا ده الشخص ده واضح إنه أقوى من اتحاد الكرة كلك هو اللي موجود في الطرفين ما ده اللي احنا بنقوله من الأول يا جماعة فيه لجنة سلسية وفيه اتحاد كرة وقلناها من الأول فجاكي روش حط إيده الكابتن محمد بركات اللي طبعا يعني يعني احنا هنا أسنين على أداءه كلاعب كرة قدم وهو محبوب بالنسبة لجمهير كرة القدم الأهلوية والمصرية بشكل عام وأنا بشكل شخصي أكيد بحبه جدا يعني في كلاعب كرة قدم ولكن احنا هنا بنتكلم في إطار المسؤول هو قال نقطة مهمة جدا قال دلوقتي خلاص لا شرد ده ولا وارد ده تعال دلوقتي الصادر والوارد داخل على التليفونات بيتبعت لنا على طول عيننا بيتفوص تراصنا كتسع أعضاء بالبلد كده طب يا كابتن محمد بركات احنا داخلين على مرحلة ترخيص الأندية وفيه خطابات من الكاف بالأندية المسموح لها بالترخيص وفيه قواعد وفيه كلام أو أنباء عن استقالة رئيس لجنة الترخيص وفيه كلام يا كابتن بركات عن إن اللايحة بتقول إن انت ما ينفعش تسجل قائمة اللاعبين وانت عليك مديونية للاتحاد أكيد حضرتك دلوقتي بقى معاك الصادر والوارد وانت وكل الأعضاء هل هنشوف نفس اللي كنا بنشوفه في السابق إن أندية بيتم السمح لها بقيد اللاعبين ونكتشف بعد سنين إن مديونياتها كانت ممكن تشتري صفقات لأندية أخرى تدعم بها وما ندفعش كلنا بقى أنا ليه أنا أدفع وليه أنا ألتزم ونادي آخر ما بيدفعش وبيستغل المقابل المادي الملايين دي فإنه يدعم فرقته قبل البطولات طب هو ده عدلة لا أنا مش عايز بقى تطبق علي اللي أنت بتطبقها لأندية التانية أنا عايزك تطبق اللوايح سيبك مني النادي الآهلي زي النادي رقم 18 في الدوري أمام اللوايح والقوانين في أكتر من كده في أكتر من كده بنقولك النادي الآهلي بتاريخه بالكامل بجمهاريته بشعبيته عايز لما يدخل مسابقة زيه زي آخر نادي في ترتيب جدول الدوري العدالة فقط لغير يا كابتن برقات لا غالبا هتسمع يا إما فيديو بعد سنتين أو تصريح بعد سنتين في أحد التطبيقات أن احنا برضو أيدنا لنفس النادي بالمخالفة لنفس اللايحة وهو عنده مديونات يا إما هتطلع تسمع فيديو اعتذار ونجيبه هنا برضو ونقوله كنترش كبير يا كابتن برقات ونقول برضو احنا بنحبك وبنحترمك جوة الملعب بس خطأ إداري أجماعة لو فيه إصلاح ولو فيه عدالة النادي الأهلي عدد البطولات اللي البعض بينظل ليها وبقول النادي الأهلي حقق البطولات دي كلها إزاي إذن هو بيجامل والله لو فيه عدالة كان النادي الأهلي ما سبش بطولة لحد نشوفكم بعد البعض أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة دي الفقرة دي هتكون فقرة آخر جمال آخر جمال وجمال على جمال الكابتن جمال عبد الحميد هنحط الكابتن جمال عبد الحميد أمام الكابتن جمال عبد الحميد ونحط الصورة أمام الكابتن جمال عبد الحميد يختار منها أي جمال عبد الحميد عاوز يمثل جمال عبد الحميد. باختصار شديد نطلع نشوف الفيديو ده. عشان نعقب بعد الفيديو. تستمر فشل حكام الأجارب. أنا أقول لهم. لو كان حكام وصري. كنت لعنا النهاردة بنتيجة لا تقل عن ثلاثة أربعة في الماتش دوت من ضربات الكزاء. جاية في إيده وبين أنها جاية في إيده. ما تعددش غير مرة واحدة. أنا كنت لاحظت النهاردة أنه ما فيش أعداد كتير. حتى في الكار التسلل. ده بين شرق اتأخذ من وراء ضربة جامدة جدا. الحاكم مشاهة. أشكات معانا. طبعتها عدى عشان يقوله خلي بالك دربة. ده خطر جدا علشان. فالفار والحاكم فشلين. كابتن جمال عبد الحميد. بعد انتهاء مباراة القمة بين الآله والزمالك 2-2. ولو عد التصرحات كتير هنا وهناك. عن التحكيم. ولكن كان فيه قاعدة عند الكابتن جمال عبد الحميد. لو كان حاكم مصري. كنا كسبنا 3 أو 4. الكلام سهل جدا. ونحن هنا هنثبت ان الكلام غير قابل للتطبيق على أرض الواقع. الكابتن جمال عبد الحميد بيقول لو كان حاكم مصري. خلينا أقول لك كابتن جمال ان لو كان حاكم مصري كان هيتلغي لك الهدف الأول. لان اتلغى للنادي الأهلي أمام البنك الأهلي. ده التحكيم المصري يا كابتن جمال. الكرة اللي كان منها الهدف الأول لنادي الزمالك. ده طبعا كرة ليفاول للنادي الأهلي أمام البنك الأهلي. الحكم أمين عمر حكم الساحة. وميلو سلامة الشهير بمبريوات الأهلي والبنك الأهلي بالغاية الأهداف. للنادي الأهلي كان حكم الفار. ودي كرة نادي الزمالك الفاول اللي كان على أفشة اللي منه اطلعب وسجل الزمالك الهدف الأول. فبسم الله الرحمن الرحيم كده. لو كان حاكم مصري. يا كابتن جمال كان هيلغي الهدف الأول ده. كان هيلغيه؟ اه. بس لو كان ألوان التشيرتات مختلفة. معايير الحكم المصري ممكن تختلف. مش ممكن. ده بتختلف معلون التشيرت. وده بينجيبه بقرأ خبراء التحكيم. مش قرأنا ولا وجهة نظرنا كابتن جمال. كابتن جمال بيتكلم أن فيه رقل الجزاء للنادي الأهلي الكرة اللي ارتطمت بإيد ياسر إبراهيم. أنا معرفش إزاي هو شافها ارتطمت في إيد ياسر إبراهيم. إيد ياسر إبراهيم وراء ظهره. حكم المساعد بوضوح شديد جدا. والتناغم اللي كان بينه وبين طاقم التحكيم. على طول قال له الكرة في صدره. إنت إزاي كابتن جمال شفتها في إيديه؟ أنا مش عارف. يعني إنت شفتها إزاي في إيديه؟ أنا مش عارف. طب نفترض يا كابتن جمال أن الصورة كانت خادعة أمام عينك. وإنت شفتها جات في إيديه. أصلا دي ما بتتحسبش يا كابتن جمال. بدلين مبرات الأهلي والمحلة. كرة معازل حناوي. نفس الكرة. حط إيديه ورى ظهره. كريم فؤاد بيلعب العرضية. ومعازل حناوي إيديه ورى ظهره. الكرة جات في إيديه. لا اتحسبت ركل الجزاء. ولا كانت هتتحسب مع النادي الأهلي ركل الجزاء. ربما مع عنديها أخرى. الكرات اللي زي دي بتتحسب ركل الجزاء. لكن مع النادي الأهلي استحالة تتحسب ركل الجزاء. زي دي الكرة طبعا بتاعة الأهلي وغزل المحلة. واضحة جدا. يعني ياسر جاي في كتفه هنا بقى جاي في إيديه مباشرة. ولكن الكابتن جمال عبد الحميد مش بيشوف ده. طب خلينا نتفق مع كابتن جمال. موارد جدا الأخطاء دي. فيه أخطاء غيرها كتير. هنتعرض طبعا للحديث عن ركلة الجزاء الخمسين خمسين دي. لكن فيه أخطاء غيرها كتير. ولما حصل قبل كده عدلة تحكمية في فترة اللي فاتت. قدر نادي الزمالك يفوز بتلاتة واربعة زي الكابتن جمال عبد الحميد ما بيقول. الكابتن جمال عبد الحميد لعب النادي الأهلي السابق. انتقل لنادي الزمالك. بعد مش هنقول أسباب وبلبسات رحيله عن النادي الأهلي. اللي هو دايما بيقول إنه إصابة. برغم إنه مش إصابة. الإصابة أحد هذه الأسباب. وتأخر العلاج من أحد هذه الأسباب. لكن انتقل سنة 84 لنادي الزمالك. فرحنا مع فريل إعداد. طب شوفنا جماعة الكابتن جمال. هو فوز الزمالك على الأهلي أربعة ده في المتناول. يعني ممكن نمر عليه. حميد. تشهر تنادي الزمالك سنة 84. بتاريخ جمال كابتن جمال باللي بعده. هل حصل إن الزمالك فوزة أربعة واحد؟ ففريل إعداد جال. لا والله يا أسامة. ده القصة كلها إن أكبر نتيجة حصلت فوز الزمالك تلاتة واحد اتكررت تلات مرات من سنة 84. 38 سنة. في 38 سنة كابتن جمال في وجودك وعدم وجودك. والأجيال اللي بعدك تلاتة واحد أكبر نتيجة. طب النادي الأهلي. لأ هتلاقي ستة واحد. هتلاقي خمسة تلاتة. أربعة اتنين اتكررت مرتين. تلاتة صفر اتكررت أربع مرات. تلاتة واحد اتكررت مرتين. يبقى من أين أتيت كابتن جمال بأحلام الرباعية في شباك النادي الأهلي؟ كابتن جمال أتى بيها من نفس المنطق اللي أتى بيه. إن لو حكم مصري كان هيقدر يكسب معيه. وأنا أنت كويس أن أنت أكدت عليها. لا. أنا شايف لو اللعبة الأولى بتاعة الهدف بتاع الزمالك. كان حاكم مصري. ما كانش هحسبها. وكان خلاح سأول. لون تشرت بيختلف. يعني لا. أنا شايف أن كان حلاقي منطق. رغم أن دي كان ممكن تبغرب حاجة. الفاول اللي اتحسب. وتلغى منه البنك الأهلي. لأن اللعبة استقنف الكرة ما وقفيتش. تحطت في البنك الأهلي. أعتقد كنا حلاقي مخرج. وساعتها كان ممكن كابتن عصام عفتاح يخرج بشكل واضح. وصريح. ويعتذر. ويقول حكام النهاردة دون درس إنه فيش حاجة اسمها. هروح بروتوكول. فكل حاجة كنت هتشوفها. أنا أتعلمت. خلاص والله بجد يا أسامة. أنا أسلم لهم دماغي. وصلت المرحلة. والله بتكلم بجد. أنا سلمت لهم دماغي. طب خلي لسه تسليم الدوار دي فقط كابتن عصار. خلاص. كابتن جمال بقى نفسه. يعني أنت وقفت عند تاريخ كابتن جمال. ده القصة مش تاريخ كابتن جمال. لأن القمة تاريخها قبل كابتن جمال. وبعد كابتن جمال. وزي ما قلنا فعلا آخر جمال. ده متخيل أربع خماسيات. احنا بنتكلم عن المواجهات الرسمية. في تاريخ القمة للنادي الأهلي. مقابل صفر خماسيات لنادي الزمالك. في تاريخ كل عمرك ماك ستيني خمسة. والموضوع استثناء الأربعة. طب قصة الأربعة. 11 ربعية للنادي الأهلي. بنتكلم عن المواجهات الرسمية. مقابل ربعية وحيدة في تاريخك. يعني استسهال أن وانا قاعد مع جماعة دايما كده يتقال إيه. أن الإنسان في خياله ممكن يبقى أي حاجة. ممكن في خيالك تشوف أن أنت أفضل واحد في الدنيا. وأعظم واحد في الدنيا. وأسكوا واحد في الدنيا. ده نفس الموضوع. تشوف أنك تكسب الأهل الأربعة وتكسبه خمسة. مع إن الحقيقة بتقول أن ده شيء غير وابد إلا في استثناء واحد اللي كان بربعية. وكان لزرفه. إنما لو إحنا بقى بنتكلم عن فكرة الحكم المصري. عشان ده الكي بتاع الفقرة. كابتن جمال شايف إن مع الحكام المصريين الحكام المصريين كان الزمالك حيفوز باربعة وخمسة. ده رأي كابتن جمال عبد الحميد. طيب. ممكن بقى نستعرض رأي آخر تماما لكابتن جمال عبد الحميد. وهو في ساعة صفة. لأن هنكتشف إن التقييم بيبقى حسب النتيجة. نطلع ونشوف الفيديو ونرجع نعقل. الحكم النهاردة اللي كان موجود ده أجنبي. ما. أنا بقول لك لو كان عشرة على عشرة. برضو قبل الماتش بكسر فيك. انت عملت كارثة ما انت خد الدوري. انت عملت كارثة. ده قبل الماتش. طب ما قالوا ان انت ما كانش معك فلوس تجيب حكم اجنبي وبتاع. طب ما كان في ايدك. لا 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 لا. هم قالوا حكم مصر قدموا حكم مصر. ما قالوش كده. ده الحاجات ديت يعني زي ما دو كده آآ. طب. طب. نيجي بقى لضربة الجزاء. انت بتصفر قبل ما الدرس. لا يعني انت حضرتك لضربة الجزاء التانية. انت علقت عليها وقلت ودي صح. الرجل بيشيل الكورة. هو قصد رابه. هو بيشيل الكورة. بيشيلها. والتاني حط بوز الجزمة. التاني حطها لمسها. والتاني بيشيل. فلا. هي نزل زجله من نص ازاي. وهو بيشيل الكورة. يعني واحد بيشيل. هي غريبة بصراحة. يعني انا ويفت عندها. بس طبعا جايز بقى الناس اللي ليها في التحكيم تفهم اكتر يعني. يا يا سيد عمر. ده صفر قبل ما تتلعب الكورة. يعني وهي تتلعب كان بيصفر لدرب الجزاء. يعني الموضوع صعب جدا. ازاي مصطفى محمد. ازاي مصطفى يجيب جول مصطفى بطحي. ازاي الموضوع بص بموضوع صعب جدا. بقول لك هيود رجله فين وانا بطني واجعتني من الضربة. والله انا بتفرج على الصورة بطني واجعتني من الضربة. الاغرب ان كابتن جمال عبد الحميد اللي كان بيقول لو حكم مصري كنا هنكسب اربعة هو اللي بيقول مع استاذ عمر أديب هو نفسه. نفس الشخص. لو انا اول ما بعرف ان حكم مصري عرفت ان احنا هنخسر. طب انا مش عارف. انا بقى اللي عايز اقول لك وبكل قناعة تم ان لو في المباراة دي حكم اجنبي مباراة الخمسة على الاقل المباراة دي كدت انتهت ستة سبعة. لان فعلا وضع النادي الاهلي فنيا كان يسمح. لولا ما عرف تحكيميا في الوطن العربي بكارثة الاحتواء. يبقى انت مباراة عندك حكم فيها تم التعدى عليه لفظيا حكم. قال انا كنت باحتوي فريق وده دورك لما تحس ان المباراة وضعه كده. تحس المباراة وضعه كده ان فريق بيشيل هيفسكور. فاحتوي طرف. تخيل هو عمل الاحتواء ده وبتقول المشكلة في الحكم المصري. مرة الحكم الاجنبي لو كان حكم مصري بداله ومرة الحكم المصري وكان حكم اجنبي. طب الخلاصة ايه؟ الخلاصة ان هي لا بالحكم المصري ولا بالحكم الاجنبي. يعني ببساطة في كده انا متفوق وفي كده انا متفوق. لان انا النادي الاهلي. لان انا المفروض القعدة لما انت تيجي تلعبني اللي استثناء ان انت ممكن تكسب. انما القعدة ان انا كسباة. طب تعالوا نشوف الكلام ده تاريخيا بيقول ايه؟ احنا لو جينا بنستعرض في القرن الحالي الاول. عدد المباريات ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك خمسين مباراة في البطولات المختلفة المحلية منذ مارس 2001. طيب حكام مصريين ست مباريات. ايه اللي حصل فيهم؟ الاهلي فاز تلاتة. الزمالك فاز مباراة وحيدة مع محمد الحنفي. ومباراتين كان فيهم تعادل. يبقى التفوق للنادي الاهلي بحكام مصريين. طب لو جينا للحكام الاجنبي يمكن الوضع مختلف. انت خد كزمالكاوي الكلام اللي بيتقال ده او كمتفرج ايا كان انتمائك وحطه على الفيديو الاول او حطه على الفيديو التاني. اللي يعجبك فيهم حط ده لرد بتاعه. لو انت شايف الحكام المصريين كان الزمالك حيكسب معهم حط الاحصائية دي. لو شايف الاجنبي كان حيكسب معهم حط الاحصائية دي. طب الاجنبي الوضع ايه؟ والله يصدقني لا. يعني مش احسن بكتير. واحد وعشرين مباراة فاس فيها الاهلي من اربعة واربعين. تسعة فوز للزمالك واربعتاشر تعال. طيب يا كابتن جمال تعالا بقى نروح لأفريقيا. عشر مباريات لعبناهم في تاريخنا كله في أفريقيا. اهو بره سيبنا بقى من المسابقات المحلية. النادي الاهلي فاس في ستة. ونادي الزمالك فاس في مباراة وتعادل في تلات مباريات. وحتى المباراة اللي نادي الزمالك فاس فيها مع بطرس ماتبلة. هي اللي جت بعد سنوات اتهمة وسبت تورط بطرس ماتبلة في قضايا فاسات. دي الوقع الوحيدة اللي فاس فيها نادي الزمالك سنة اربعة وتسعين. والست مباريات من عشرة فاس فيه من نادي الاهلي. طيب تعال يا كابتن جمال. اخر واحد وثلاثين مباراة في الدوري بن لالي والزمالك. انا فايز عليك سبعتاشر مباراة. انت فايز عليها تلات. القصة حكم مصر وحكم اجنبي ازاي بس. القصة ان الانسان هو بيعمل مدخلة. او هو قاعد في ستوديو مستريح. يقدر ساعتها يقول اللي هو عايزه. ويتخيل اي حاجة. وصدقون يا جماعة. اكتر حاجتين ممكن يضروا صاحبهم. لو الانسان لا يمتلك ادواتهم. هما الوهم والخيال. لو لا تمتلك ادوات الوهم والخيال. هيكون واقعك. ان انت تقول كلام ليس له اي علاقة. لا بالارقام ولا بالواقع. يعني بالتحكيم الاجنبي. النادي الاهلي بتفوق. بالتحكيم المصري النادي الاهلي بتفوق. ولو لاحظت الخمسين مباراة اللي تلعبوا في القرن الجديد. هتلاقي النادي الاهلي بالتحكيم. فايز نسبة هنا خمسين في المية. خمسين في المية. او خمسين خمسة واربعين في المية. تقريبا نفس النسبة. ولكن لو رجعنا للتاريخ. انا عايز اسأل هنا كابتن جمال عبد الحميد. لو مثلا الكابتن صبح نصير كان اخو بيلعب في النادي الأهلي. لو مثلا الكابتن حسين إمام كان ابن أخوه بيلعب في النادي الأهلي. لو مثلا الكابتن حلم زمورة كان لعب سابق في النادي الأهلي وبيجوا عادي حاكم وراد قمة ما بين حكام ساحة وحكام راية. كان اللي ممكن يتقال في التحكيم المصري والتحكيم الأجنبي في مباريات القمة. احنا حطينا صورتين. صورتين لكابتن جمال عبد الحميد. هو بنفسه ياريت يستقر على صورة وياريت كابتن جمال عبد الحميد مننا يستفيد ويطلع صورة واحدة يبدأ يتعامل بها معنا. ما كانش ده بس فقط لغير تصريحات كابتن جمال عبد الحميد. تصريحات كابتن جمال عبد الحميد كان فيها تصريح تاني من وجهة نظري. أشد خطورة. ولكن عندنا تعقيب مهم جدا. ومفاجأة لكابتن جمال عبد الحميد نفسه. نطلع نشوف الفيديو عشان عندنا تعقيب مهم. عمرك كابتن تلاعت إزاي مالك الجامل في ماتشو قلت النهار دا الجاملة؟ لا لا عمر يا. ما فيش الكلام. طول عمرنا مظلومين. اللي بيتجامل يا كابتن بيروح على طول. طول عمرنا مظلومين. كابتن فيه حد على طول مظلوم. صدقني. اللي صالح مين يا كابتن؟ ما كله بيشتكي. يعني انت إما لعيبي يتير يلعب كرة بيديه وما تعسبش دار بالجزاء. تمام ماشي. ده من الظلم. أكيد ظلم. بس فيه مواقف تانية. إما أنا حط جول. فيه مواقف لك وعليك. من نقطة الجزاء واللعب مغطي من المنافس من ستة يارضات ويتحسي بتسلل. يبقى ده من الظلم. إما كابتن حسنا شحاتي وحط جول من نص الملعب. يبقى ده من الظلم. إما إحنا نتكعب. ده من زمان أول كابتن. ما أنا بقولك من أول زمان لحد دلوقتي. إحنا الظلم يماشي. إحنا أكثر ناس مظلومين ما تجاملناش أبدا. نفس حدي يجاملنا مرة. مرة واحدة طيب. بحلس أن أنا طالع أقول إيه؟ بصراحة يعني يشكره. يا يا كابتن جمال. يا يا كابتن. نفسك حدي يجاملك في مرة. ولا مرة في تاريخك اتجاملت. بص يا كابتن جمال. أي نادي. أي نادي. ممكن يعملك مجلدات من الأخطاء التحكمية. اللي ارتكبت ضده. بعض الأندية. وبعض جماهير الأندية. بتقف عند هذه الأخطاء التحكمية. بسبب عدم قدرتها على تحقيق مزيد من البطولات. فيبدأ دايما يستشعر أنه هو مظلوم. ومش بيتجامل. فيبدأ يجيب كرة لأيد أحمد سامي في مبارات المقصة. كان الزمالك بينافس المقصة على المركز الثاني. والآله كان بيغرد وحيدا في قمة الدوري. ويقول أمرك شفت ظلم زي ده. بس مش هيفتكر أبدا. أن نفس الحكم اللي هو جهات جريشة. لما كان أحمد سامي موجود في برامد. ولما كانت النتيجة 1-0 لنادي برامد في الديئة 91. وفي وجود تقنية الفيديو اللي ممكن ترجعه. حسب ركل الجزاء على أحمد سامي. إيه ديه جوه بطنه. إيه ديه جوه بطنه. بس واضح أن رجل المسلوسي في بطن السلية. إيه ده أحمد سامي في بطنه. عند كابتن جمال ما بياخدش باله منهم. كابتن جمال بيتكلم عن جول سجله في موسم 84-85. وأنا مش أحرمك من حاجة. أنا أجيب لك المباراة اللي حضرتك سجلت فيها هدف صحيح بالفعل. أهو بوضوحه هدف صحيح بالفعل. ولكن عشان إحنا بنشوف بعين واحدة. فبنشوف اللي بيقع علينا فقط من أخطاء. بنتجاهل إنه نفس حامل الراية. اللي كان أو اللي لغى هدف كابتن جمال عبد الحميد. هو نفس حامل الراية. اللي لغى انفراد من نص الملعب لكابتن علاء ميهوب. وإنه نفس حكم الساحة اللي لغى الهدف وصفر لإلغاء هدف كابتن جمال عبد الحميد. تغاضى عن طرد عادل مأمور باللعبة دي. بالكوة في وش الكابتن شريف عبد المنعم. وعدم احتساب راكل الجزاء. ودي اتحسب اتفاول على شريف عبد المنعم. خلينا من دي. خلينا بقى في دي. انت مركز معايا الشاشة دلوقتي ايه؟ الكابتن علاء ميهوب كده تسلل صح؟ كمل بقى الكرة. ايه المدافع ده؟ مين المدافع اللي جادة؟ بقى ارجع لي تاني الحتة دي معلش. مين المدافع اللي جادة؟ ده المدافع اللي مغطي كابتن علاء ميهوب. الكادر ما كانش جايبه. وكأن وقتها كان حامل الراية قاعد قدام الكادر. مش قاعد في الملعب. الكادر هذه الكرة يبدو كده ان الكابتن علاء ميهوب متسلل. لكن هتلاقي لما الكرة بتمشي ان فيهم دفع جالينا من وراء. كان متأخر. ده يا كابتن جمال المباراة اللي حضرتك بتتكلم فيها. موسم 84-85. الموسم اللي انتهى بفوز النادي الاهلي ببطولة الدوري بفارق ثلاث نقاط. مش هتشوف قبلها بموسم يا كابتن جمال. وانت بتاخد الدوري بفارق نقطتين. على حساب هدف كابتن ربيع ياسين الملغي. ان لو كان تم تسجيله كانت المباراة تنتهي واحد واحد. ووقتها كان النادي الاهلي حق بطولة الدوري بفارق الاهداب. مش هتشوف ده. مش هتشوف ان الكابتن محمود الجهري رحمة الله عليه. اول تعقيب حقيقي على التحكيم. كان على كابتن محمود عثمان حكم المباراة. وتم ايقاف وقتها الكابتن عبدالعزيز عبدالشافي. لمحاولة اعتداءه على الكابتن محمود عثمان. لكن هنسيب كل ده. ونجيب المفاجأة لكابتن جمال عبدالحميد. اللي بيقول عمري. عمري ما اتجملت. ده انت يا كابتن جمال. اتغير قانون قرة القدم. واتغير قانون احتساب ركلة الجزاء. عشان خطرك انت. تعالا نشوف الفيديو ده. المفاجأة لكابتن جمال عبدالحميد. اللي بيقول عمري. عمري ما اتجملت. قاعدة الكرة. دي مباراة. الزمالك والترسانة. ركز بس معايا قوي. الله عليك. الله عليك. ركز معا كده. الكرة جات في ايد كابتن جمال عبدالحميد. حاسم بدي بقى. في ايد كابتن جمال عبدالحميد. راحت لرأس مدافع الترسانة. لدماج مدافع الترسانة. وشوف كابتن جمال عبدالحميد. بكل ثقة. اللي بيقول عمري ما اتجملت. رايح انه ياخد الكرة. ركز. ايوة. تمشي عادي خليها تمشي عادي بدماغه بدماغه على طول صفارة رقل الجزاء على طول لكابتن جمال عبد الحميد هنا يا جماعة اتغير قانون كرة القدم في الموراية حديدا واصبح لمسة اليد للمهاجم في منطقة جزاء الخصم تحسب رقل الجزاء وده منطقة جزاءه تحسب رقل الجزاء لقيت الترسانك اتحاولت تنسحب والمباراة توقفت كتير جدا ويريت الكابتن جمال ما يزعلش من المفاجأة دي بس ياخد باله بعد كده هو بيصرح ان الناس اللي بتقول عمرنا ما تظلمنا اتغير عشانها قانون احتساب رقل الجزاء هو كان الحاكم تفسيره انه هو جات في ايده بحسن نية فاتحسبت له ضرب الجزاء نتيجة ان الرجل ضميره صافي اعتقد يا جماعة اللي احنا بنشوفه ده يخلي الناس تبقى وهي بتتفرج عندها مبدأ واضح وصريح ان مش اي كلام تسمعه تاخده تبني عليه قناعات غير لما تتفرج على اهل خط احمر او تدور وراء المعلومة ويستحسن تتفرج على اهل خط احمر لانك اكيد هتلاقي المعلومة ولكن بمناسبة بقى مباريات القمة والاخطاء اللي فيها وكان هتتغير بحكام مصريين او حكام غير مصريين والمجاملات اللي تقال عليها تعالوا نسمع فيديو لكابتر رضا عبد العال هل فعلا الزمالك طول الوقت مظلوم تحكميا والاهلي بيجامل تحكميا ولا الوضع كان ايه نطلع ونشوف الفيديو مين الحكام بيخاف منه الاهلي طبعا والزمالك والله والزمالك فيه فترة كده كان فيه حكم لا داعي الاسم واحنا في الزمالك كان يجيز عقلك مثلا ويتنرفز عليك ويقولك اقف الثمنتاشر يعمل نفسه نوعه بيتخاني معاك وكلام ده ولو قالي انت تاني هتطلع لك انظار قل تعالى اقف اقف توقف يقولك اخش الثمنتاشر من نفسك خام يعني اقف وير من نفسك ما هو ده برضو جزء من حسن النية اللي احنا كنا بنتكلم عليه في الفيديو اللي فات غالبا اعتقد فيه حاجة كمان لازم نلاحظها ان كابتن جمال عبد الحميد وكابتن رضا عبد العال تزملوا في نادي الزمالك في الست سنين يعني الله اعلم اللي كان بيقع كابتن رضا عبد العال ولا كابتن جمال عبد الحميد ولا كبات كتير طلعوا واتكلموا بصوتهم وقالوا ان احنا كان ايضا حتى في المباريات الافريقية بناخد رقلات جزاء غير مستحقة والفيديوهات كل الناس شافتها واتكلمت عليها ده حتى هنا خارج اهلي وزمالك وخارج اي حاجة التاريخ ممسط كويس قوي مين اللي يقدر يتكلم عن التحكيم طب تعالوا بقى نشوف حاجة اعتقد ممكن تدخل في اطار الكوميديا ايوة اللي انت بتتفرج عليك ده في مباريات من اعلى المستوى وهي اهلي وزمالك حصل فيها الاخطاء دي وكان الاهلي متضرر فيها كلها دي مباراة 94 السوبر طبعا مانويل امونيكي كان بيعمل اللي هو عايزه تدخلات بوتروس متابلة هنا طارت كابتن محمد يونس في لقطة شهيرة اعتداء كان ايضا كابتن اسماعيل يوسف وكابتن امانويل امونيكي للقطات كتيرة جدا بالنفس الوقت اسماعيل يوسف اللي ضرب كابتن رضا بعل ده تقريبا خمس مرات في المطر دي هنا جماعة اتمنى بقى نعيد دي بالراحة كده ده جون كابتن عمرو انور جاء اتكلم قبل كده معانا في الاهلي خطة احمر عليه ولا يمكن حد عاقل يبرر لي الكرة دي ليه تلغت لا طلعت برة ولا لها اي تفسير ممكن حد يتقبله واحنا ممكن نعود كده كل يوم احنا معانا حلقة الاهلي خطة احمر عن اللعبة دي ايضا دي كابتن طار ربوزير مسم 87 يعني اتمنى بس واحنا بنشوف ده راكلة الجزاء دي نعرف ان هي ايضا كانت من اسباب دواع الدوري كرة كابتن ربيع ياسيم مسم 84 اللي كان فيه احداث كتيرة جدا حتى تخص الدوليين وكمان ما كانش ده كفاية لا كمان النادي الاهلي بيظلم في وجود كابتن محمود الجهري اللي قال الشعار المصطنع او الجملة الموضوعة بتاعت اقتو الزمالك العدالة التحكمية اعتقد مستحيل حد يكون كان قاعد على الدكة في المباراة دي يكون شاف الهدف ده بيتلغى للنادي الاهلي يعني اتمنى هوات التوصيق يحتفظوا بالفيديو ده من الاهلي خطة احمر اهداء لاي حد ممكن يتكلم ناس بتتكلم في لعبة كابتن حسن شحاتة واحنا بنعرض لكم تاريخ كامل كابتن ربيع ياسيم بيطلع بيلعب الكرة الكرة هدف صحيح بتلاقي كابتن محمود عثمان بيلغيها اعتقد مع مارتن يول الكاس باسم مرسي والطرد الشهير اللي كان يستحقه مباراة السوبر 2017 ما بين الاهلي والزمالك والحكم الكرواتي اللي اعترف بوجود ركل الجزاء صحيحة لصالح عبدالله السعيد ما احتسبهاش لما شاف اللعبة كل دي مباراة يا جماعة كانت واضحة وصريحة سهل هنا احنا نجيب لعبة واحدة من دول ونقدر نعمل بيها مظلوميات لسنوات بس عشان احنا ما عملناش كده وعشان استخدامنا لمجموعة اللقطات دي كان في اطار الرد على حق الاهلي بس واحنا دايما الناس هنا بنقول يا جماعة سهل جدا صناعة المؤامرة وسهل جدا الناس زيما بتيجي تقول احنا بنتكلم في التحكيم اه نتكلم في التحكيم لما يبقى لك حق فتيجي تستشهد به انما مش عشان تدعي مظلومية لان ما فيش مجال لنا للدعاء مظلومية احنا في كرة 87 دي ايضا ايضا كان فيه ركل الجزاء لكابتن حسام حسن قبلها في الديئة 33 وفتحوا الاعرام وقروا في المباراة تحديدا 25 ديسمبر 87 اتكتب ايه عن لعبة كابتن طهر ابو زيد ولعبة حسام حسن وان ركلتين جزاء كانوا قادرين ان النادي لالي يقدر يتوج بالدوري واعتقد ايضا عندنا لعبة بدر بنون وهنا بحكم مصري بقى يعني التنوع كابتن محمود عثمان مصري مرة هنا اللقطة واضحة اللي كان فيها على الفار ايضا محمود عشور وكان الدهس للقدم واضح لقطات كتير جدا 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 اتكلمنا فيها وسهل كتير جدا يا جماعة نفضل نقول لعبة كابتن ربيع ياسين لعبة كابتن طهر ابو زيد لعبة السوبر 94 كابتن عمر انور ممكن احنا نيجي حلق النهاردة معاكم ايه فقرات في الاهل خطة احمر احنا معنا كورة كابتن عمر انور ايه تاني بس انت عايز ايه تاني ممكن يتقدم غير ان احنا نعرض اللعبة دي على مدار ساعتين لان شيء لا يمكن يصدق لا بقى فيها حكم راية ولا ظن ولا اي حاجة وفاكرين كورة عمر انور فاكرين كورة كابتن عمر انور بصوا يا جماعة احنا الهدف من الفقرة دي انه سهل جدا تدعي وسهل جدا ترد على الادعاءات ولكن التاريخ مفهوش انا ممكن ادعي بحاجة وانت ممكن تدعي بحاجة بس التاريخ بيقول ايه ده اللي عرضناه في ارقام مواجهات القمة ودايما تبقوا عارفين ان زي ما بقولها وحفضر قرارها فوق فوز النادي الاهلي في مباريات الدربي هو القعدة غير كده هو الاستثناء بحكم اجنبي بحكم مصري من غير حكم باي حاجة لان دايما النادي الاهلي له اليد العليا نطلع فاصل ولسه عندنا حلقة اعتقد الفقرات الشعيقة فيها مش هتخلص اهلا بحرقكم من جديد خلصنا موضوع مباراة القمة والاهلي والزمالك وتصرحات كابتن جمال اخر جمال دخلنا في تصرحات رئيس نادي المحلة والحديث عن مباراة الاهلي وغزل المحلة وللامانة ياريت ياريت المسؤولين في الاندية يحاولوا يشتغلوا على فكرة الفرقة والاجهزة الفنية وتبادل الاجهزة الفنية او تناوب اجهزة فنية واكتر من جهاز فني خلال الموسم بدل من استغلال مباراة النادي الاهلي وفيه نوع من ادعاء المظلومية هنقول الكلام ده بس نروح نسمع الفيديو الاول ونسمع تصريحات رئيس نادي غزل المحلة عشان يبقى بنعقب على كلام واضح صوت وصورة نشوف الفيديو ونرجع نعقب قلنا فحوى الشكوى وايه اللي طلبينه بالزبط جابت المتحة يعني احنا من اول المشابقة كان حصل اخطاء تحكمية كتير كنا بنتقدم بشكوى مش لقين اي رد فعل مفيش اي اتخاذ قرارات في اي شيء بنخسر نقاط والشكوى كأننا بنكتب ورق وبيترمى في الادراج الامور وصلت لصورة فجة جدا مبارح يمكن الناس كلها شافت اللي كان حاصل من حكم اللقاء اخطاء بالجملة معاملة للاعيبة غزل المحلة في الملعب الفاظ غريبة استعجال في لعب الكورة بعد هدف التعادل بشكل سيء حكم لقاء يقول للصبيب ارمي اللاعب برا الملعب ما تحجنيش كلام يعني وصلنا لصورة ليه يعني يا جماعة احنا نادي غزل المحلة يا كابتن متحس لا طبعا واي نادي له كل الاحترام اي نادي يعني المنظومة الرياضية من شأنها أساسا بث الروح الروح الطيبة في نفوس المشجعين يا كابتن نعم مش مش ان انا اعمل احكاد بين نادي جماهيري ونادي جماهيري تاني نعم أنا هقف عند ما انتهى اليه رئيس نادي غزل المحلة استاذ علي عباسي هو بيقول ان المنظومة الرياضية هدفها بث الروح الطيبة مش اعمل احكاد وفتنة بين جماهير اندية شعبية انا اسف لحضرتك استاذ علي التصريح ده ما كانش ينفع يطلع منك بعد مبرالي النادي الاهلي لان تاريخ النادي الاهلي مع غزل المحلة تاريخ كبير جماهير غزل المحلة او مدينة المحلة تسعين في المية وانا اعمع اقول جيدا تسعين في المية منه بيشجعوا النادي الاهلي وحضرتك عارف ده كويس الاهلي في ستة وسبعين تصدى لمحاولة اتحاد كرة القدم اثناء فريق غزل المحلة امام نادي الزمالك في وقعة الطوبة الشهيرة والنادي الاهلي تصدى بكل قوة عشان حق غزل المحلة حتى لو النادي الاهلي قال انا مش اكمل المسابقة عشان حق فريق غزل المحلة ده سنة ستة وسبعين وصعد غزل المحلة لملاقات النادي الاهلي في الدوري البعض يقول لك ما يمكن النادي الاهلي كان عاوز غزل المحلة عشان يواجهه ويبقى أسهل من نادي الزمالك لا ده كان حق وعشان اأكد لك انه هو حق السنة اللي فاتت اللي بيكلم فيها رئيس غزل المحلة اللي بنكن له كل تعدير واحترام عن تعرضه لأخطاء تحكمية امام النادي الاهلي هي نفس السنة اللي تم رفض اداء مباراة الاهلي وغزل المحلة في الدوري الاول على استاد غزل المحلة وكان هيتم نقل المباراة للقاهرة لولا النادي الاهلي لولا النادي الاهلي اللي النادي الاهلي اللي قال ما فيش مشكلة نبدل مباراة الدوري الاول بمباراة الدوري التاني وغزل المحلة ييجي القاهرة مباراة الدوري الاول وانا اروح لغزل المحلة الدوري التاني وده ما كانش في صالح النادي الاهلي وحضرتك تعي زالك جيدا واندية اخرى مع اندية تانية رفضت الكلام ده واستغلت الموقف ولعبت المباراتين دور أول ودور تاني على أرضها لكن ده النادي الأهلي يا كابتن ده النادي الأهلي اللي لما راحت دور التاني يلعب تعرض لمسبحة تحكمية من الكابتن محمد معروف وحضرك فست بالمبارات دي 1-0 وكانت مؤثرة في طريق النادي الأهلي للحصول على درع الدوري النادي الأهلي ما طلعش أساء لغزل المحلة ولا طلع يتكلم عن فتنة بين جماهير النادي الأهلي وجماهير غزل المحلة تاريخ غزل المحلة سيظل تاريخ كبير وسيظل له تقديره واحترامه عند النادي الأهلي ولكن دائما وأبدا نبحث عن الاحترام المتبادل من يخل بالاحترام المتبادل هو من لا يبث الروح الطيبة يا أستاذ علي وهو اللي بيدور على الفتنة ما بين جماهير الأندية الشعبية لما تكلمت في بيانك عن 3 مباريات 3 مباريات كانت أزمتك هي النادي الأهلي مباراة الدور الأول ومباراة الدور الثاني ومباراة البنك الأهلي لأن فيه الأهلي الأزمة الأهلي ومباراة الدور الأول لا تعرض للظلم تحكيمي وقرأ خبراية التحكيم طلعوا كلهم بعد المباراة اتكلموا إنه ما فيش أي ظلم تحكيمي تعرض ليه فريق غزل المحلة ومباراة العام الماضي إحنا اللي تعرضنا لظلم تحكيمي هدف من فاول غير صحيح ركل الجزاء لمحمد هاني في ديئة 40 طرد لمحمد فتح الله في ديئة 2 من الشهو الثاني يحافظ على العلاقة الطيبة مع الأندية الشعبية. فنرجو من المسؤولين في الأندية الشعبية يبدلوا نادي الأهلي نفس العلاقة. ويكون في حفاظ أيضا على العلاقة ما بين الطرفين. أنا حاسس أننا فيما يعرف بالديجا فو. ديجا فو ده أنت بتشوف مشهد كده كأنه مر عليك قبل كده. نحن في نفس البرنامج الدور الأول نفس التصريحات. وردنا نفس الردود فيما يخص حتى موسم 76 ودور النادي الأهلي. أو حتى فيما يخص فكرة أن أنت كمسؤول إزاي ما تاخدش الموضوع لبعد جماهيري. ففكرة أنه بيتقال نفس الكلام بنفس التصريحات وكأنه كلام معلّب. الكلام المعلّب ده إيه؟ اللي هو جاهز. أنا في كل الأحوال بعد المباراة مش هطلع أتكلم أنه في 19 محاولة للنادي الأهلي. مقابل 3 محاولات لنادي المحل. لا 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 لا. مش هتكلم أنه فنيعن أنه الأهلي كان أفضل بكتير. لا 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 لا. هطلع أقول نفس الموضوع حتى إحنا ما جبناش الجزئية بتاعة المعلّق. ده تقالت دور أول ودور تاني. يعني نفس الكلام. وكأنه بنعيد الكلام بالحرف. دون النظر لأي أخطاء تانية تعرض لها المحلة. وتخص فرق أخرى. ونفس الأمور بتتردد. ونفس المظلومات بتتردد. ونفس الكلام بتتردد. أعتقد يا جماعة لو إحنا بجد عايزين نحل مشاكلنا. كل فريق لازم يشوف مشكلته إيه. لأن لما نسمع بقى كابتن جمال الغندور. وهو بيحلل اللعبة اللي ناس كتيرة مسكت فيها. وللأمانة. أحيانا كده بشوف حاجات باعد أفكر فيها مع نفسي. لمرحلة أن أنا زي ما قلت أنا بدأت أسلم دماغي. لأن خلاص كتر التفكير تعامني. إيه اللي ممكن نتكلم فيه كحدث استثنائي لا يمكن يتكرر في أي دوري في العالم السنة دي. هو كورة السلية فاول ولا مش فاول. وفيه مئات الحالات التحكمية. ولا لعبة واضحة وصريحة فيها مخالفة. يا إما رئيس لجنة الحكام. لما قال إن أمين عمر وميده سلامة كان لازم يتدخل روح البروتوكول. وبالعكس في مباراة الزمالك. اللعبة بتصنعنا ده المفروض الحدث اللي كل الناس تتكلم فيه. ميديا وجمهور وعندي وقائع مش حمالة أوجه. عندي يا إما النص ده صح. يا إما النص ده صح. يا فيه روح ببروتوكول يا فيش روح ببروتوكول. نلاقي كل ده تساب. ودوري كابتن حسن شحاتة. حيبقى دوري فاول السلية. يعني أنا حاسس تيلوح في القفو الجملة دوري فاول السلية. ومن بدري خلاص ما يفكرة. إحنا النادي لقاله طول الموسم والموسم اللي فات. ما فيش أي حاجة تحكمية. فنمسك بقى في كرة السلية دي. ونعملها المظلومية النسخة بتاعة 2022. طب هي أصلا مظلومية. تعالوا نسمع كابتن جمال الغندور. وهو بيقول رأيه. ومقارنة مهمة جدا لأصحاب العقول. نطلع ونشوف. تحل في اللقفة هنا. مين اللي لعب الكرة؟ أنت حضراك شايف مين اللي لعب الكرة؟ لعب الكرة عمر الشلية. تمام. لعبها كاملا من قبل حتى ما يحصل الاهتكاك. نعم. لكرة لعبة. نعم. لكرة لعبة. لا يوجد لعب الكرة ونسيجة قفل اللقف ده ونسيجة مدفل للعب ده. هيحصل احتكاك عادي. عادي جدا. نعم. إذن لا يوجد أي نوع من أنواع الخطأ. ما فيش مخلفة. ما فيش مخلفة. كمان. لو كنت تكون غدر المحل. عشان نكلم عن المحل. قدام حضرتك. يلا خذها هذا شيء مش عادة. أنا مش مشكلة عندي لفتكسلل ولا فتكسلل ولا فتكسلل. هو لعب المحل بعد مصاب هنا جابت الحطة ليه. واحتكاك بينه باللعب الأهلي. هو أنا قدر هنا أقول إنه يتاول هنا. مستحيل. إيه الفرق بين اللي عبدينه جابتك بيه. الفرق إن حتى الاحتكاج بتاع اللعيب المحل مع الأهلي أقوى. يعني يعني يا دماء أتامة كومبو الكرة. فيه الكرة لعب يدخلات. بعد ما لعب الكرة اللعب مش هيقدر يسيطر على نفسه. نعم. لعب نجح في لعب الكرة. حركة جسمه هي تكملة الحركة الطبيعية لها. مش موجه نفسه في اتجاه ما. لما كابتن جمال الغندور طلع شرح لعبة السلية. عشان كده بقول لأصحاب العقول. الفيديو ده لأصحاب العقول. فهترتاح لما تشوفه. لما كابتن جمال الغندور شرح لعبة تفسير علمي. الكرة تلعبت. اللعب مكمل عادي جدا في وضعه التشريح الطبيعي. حصل ارتطان بعد ما نجح في لعبة الكرة. فقصة في أشكلات. أول حاجة كده وإحنا بنسمع كابتن جمال الغندور. قلنا الفريق الإعداد جهزوا لنا اللعبة بتاعة الهدف المحلة. لقينا كابتن شبير. وهنا الخبرة بقى الإعلامية. اللي أكيد كلنا بنستفيد منها. بيتكلم هو كابتن جمال الغندور في اللعبة التانية بتاعة المحلة. كلنا شايفين أن أيضا اللعب نجح في لعب الكرة. وثم كمل بحركة جسمه الطبيعية. فارتطم بكريم فؤاد بنفس الطريقة. كصة واضحة وصريحة. أنت عندك معيار مختلف يبقى شوف. لا ده هدف. والكرة دي فاول. يا إما معيارك واحد. الحاجة الوحيدة اللي المعيار فيها مش واحد السنة دي. هم حكتم ما سمعناهمش في العالم غير في مصر. الاحتواء وروح البروتوكول. ده اللي نقعد نتكلم فيه ونقول دوري الاحتواء ودوري روح البروتوكول. إنما حتاخدني لدوري عمر السلية مش هتمفع. مش هتمشي معنا هنا تحديدا في الأقل خطها. والله يصدقني مش هتمشي. نشوفكم بعد الفاصل. ولسه حلقاتنا ممتدة. متروحوش في أي حاجة. أهلا بحراتكم من جديد بفاقرة ريمونتادة والكابتن عصام عبد الفتاح. البرنامج ده خد على أعاطقه فكرة التحكيم بشكل عام. والعدالة بشكل عام. سواء كان تحكيم مصري أو تحكيم أجنبي. البرنامج ده كان بيتكلم من خلال قراء خبراء تحكيم. مش من خلال وجهة نظر شخصية. ولكن أكتر حد أو أكتر رئيس لجنة حكام ويفن عنده الكابتن عصام عبد الفتاح. لأنك مش بس تصريحاته مثيرة للجدل. لا لأنك كان واضح جدا أنه واخد اتجاه بالألوان. هو فيه اتجاه ضد النادي الأهلي. وجماهير النادي الأهلي لمسه ده كويس قوي. واللي هنستعرضه خلال الفقرة دي هيوضح ده بشكل كبير جدا. لكن أيضا عنده مشكلة أخرى. قالوا هي أنا بس اللي صح والباقي كلهم غلط. حضراتكم هنلاعب بكرة برمد في بطولة الكاس. وفي بداية الحلقة خالص قلت لكم. احنا بنتخوف لي من التحكيم. لأنه وقت ما كان اسمه الأسيوتي عندنا مشكلة مع التحكيم. حكم مبارات الأهلي والأسيوتي كان الكابتن محمد عادل. اللي هو حكم مبارات القمة خمسة ثلاثة. طلع الكابتن حسامي البدري اللي كان وقتها المدير الفني للنادي الأهلي. قال تصريحات بيتكلم عن التحكيم. تعالوا نسمع الفيديو ده. عشان عندنا كلام كتير قوي بعد الفيديو. رأيك ايه في الكلام اللي قاله كابتن حسامي المرات القليلة جدا. تكاد تكون معدودة على الصوابع اللي كابتن حسامي بيتكلم فيها في المؤتمر الصحفي. على التحكيم تحديدا. ورأيك ايه في أداء الحكم النهاردة. طبعا بحترم جميع الأراء وبحترم رأيك كابتن حسامي البدري. ولكن الحية قالك تطوير. تطوير يا كابتن حسام. انت تعرف يعني تطوير التحكيم. يعني تطوير التحكيم يعرفه أهل التحكيم. تطوير التحكيم مجهود كبير. نادي الأهلي بطل مصر حاجة وثمانين بمط يابرهي. تطوير تحكيم ايه؟ ونخسر مباراة غصة تطوير التحكيم. أنا ما عنديش أدنى مشكلة يا إبراهيم. والله العظيم. لو راكلت الجزاء صحيحة. لأقولك راكلت الجزاء صحيحة. وأقطع الحكم. جي ما أقطعه في بطولة أوروبا في ريفربول ومانشستر. أنا طبعا مقدر. مقدر اللي كان الضغط اللي عليك كابتن حسامي البدري. ومقدر خروج النادي الأهلي من بطولة الكاس. ولكن في النهاية لازم يكون منصفين. في النهاية لازم يكون. ما اتهمش منظومة بأنها ما بتتطورش. منزعج جدا الحقيقة لأن الاتهم منظومة التحكيم من اللي يوجد التطوير. وخدنا في طريق تاني من السبب هو التحكيم. لا 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 الكلام ده غير حقيقي وغير عادل على الإطلاق. وأرجو رفقا بالتحكيم. وأعتقد اللي لازم يكون فيه ثورة في اتحاد الكرة. ثورة في اللوايح وحاجات كتيرة جدا من أجل دبط النفس. ومن أجل اللي لازم المنظومة كلها تحترم بعضها. إنما يجب أن ما يكون فيه عنصر ضعيف وهو عنصر التحكيم. الكل اللي بيتكلم عنه في الصحة وفي الغلط. الصورة اللي قدام حضراتكم دي. الكابتن عسام عبد الفتاح بيقول الزميل إبراهيم فاي. أنت عرفتني يا إبراهيم لو الحكم أخطأ هطلع أقول إن حكم أخطأ. لا يا كابتن عسام. أنت بتطلعش تقول على أي حكم مصري أنه أخطأ. أنت فقط لا غير بتطلع تقول على الحكام الأجانب. عشان تقول إن الحكام المصريين بتوعي أفضل من الحكام الأجانب. مين كابتن حسام البدري عشان يتكلم عن تطول التحكيم؟ ده وجهة نظر مين؟ الكابتن عسام عبد الفتاح. ليه بقى الكابتن عسام عبد الفتاح بيعمل ده؟ وبنشوفه حاليا أي حد بيتكلم عن التحكيم بيطلع يهجمه. لأن الكابتن عسام عبد الفتاح الخبرات التحكمية نزلت مصر خدها لوحده. حدش هيكلم في التحكيم غيري. أي حد تاني أنت مين عشان تفهم بالتحكيم؟ قواعد التحكيم نزلت مصر. الكابتن عصام تمع فيها خدر واحده أنا بس أي حد تاني هيختلف مع الكابتن عصام يبقى يا إما خبير تحكيمي ضعيف يا إما محتاج ناس تراجعوا يا إما مدير فني بيعلق شماعة الخسارة يا إما ناس مش وطنيين يا سيف أي حاجة أي حد بيختلف مع الكابتن عصام عبد الفتاح طب اختلفت علي يا كابتن عصام عبد الفتاح مع الكابتن حسام البدري اختلف على أن الكابتن حسام البدري كان بيطالب بتطوير التحكيم شفت الجريمة ده قالك هو يعرف ايه عن تطوير التحكيم عشان يكلمنا رأيي لما تراجع كده الفترة بتاعة كابتن عصام عبدالفتاح هتعرف ان مشكلته الاساسية مش فكرة عدم معرفة بالقوانين لان فيه تنقضات كتير جدا تباين ان القصة مش عدم معرفة بالقوانين انما القصة في الانا ايوة في الانا كان فيه طريق من الاتنين يا اما احنا غلطنا مش انت حتى غلط وحنصلح وحنعيد يا اما انا بس اللي عارف ايه صح وكل اللي في المنظومة ما يعرفوش حاجة ده الطريق اللي اختاره كابتن عصام عبدالفتاح وعشان اسبتلكوا ان القصة تناقض وعشان هنا نقول لكم ان الموضوع مالوش علاقة بالتقييم كابتن حسام البدري لما قال في 2018 ان التحكيم عايز تطوير وقال انت تعرف ايه عن التحكيم عايز تطوير ولا لا تعالوا نشوف كابتن عصام عبدالفتاح بعد مرور اربع سنوات كان بيقول ايه عن حكامه وتطوير التحكيم كما توليت المسؤولية سامير عملنا اختبارات لكل الحكام تمام اختبارات فيديو تيست اختبارات اليقى بدانية اللي كانوا نجحين فعلا تلعشة في الميج اللي نجحوا اللي كانوا جاهزين ان يديروا مباراة عشة في الميج هل في حكم في العالم بيكون اقراسي في اختبار اليقى البدانية ممكن تديروا ماتش مستحيل ده اللي انا قلته قلت اللي جاهزين دول دلوقتي هتلاقي النسبة اكتر من خمسين في الميج ليه لان الناس اشتغلت على نفسها انا ليه العب حكم مهمي هي دي القصة انا جيت كان فيه مشكلة في التحكيم دي حقيقة بدليل ان لما عملنا الاختبارات الفنية والليقى البدانية والثقافية لان عشرة في الميج فقط هما الجاهزين عشان اكتلني بكل صراحة تحكيم المصري عاوز عمل جبار ليه لان الناس الكبار اللي بتتلي معلوم بدول ياسمير خدوا فترة كبيرة جدا بدول ما يكون في صف تاني فاحنا لازم يكون عندنا صف تاني ده اللي احنا بدأنا نعمله وبدأنا اللعب حكام صغيرين في الدول ممتاز اكتر من ست سبع حكام لازم يكون في صف تاني وده هو المتنفس للتحكيم الموصل للفترة الجاي ليه التحكيم وصل في عشرين اتن وعشرين ان فيه هزمة عشرة في المية فقط من الحكام يصلحوا ما فيه صف تاني ولا تالت اغلبهم بيرصب في الاقتبارات البدانية لان فيه مسؤول اسمه عصام عبد الفتاح في 2018 لما مدرب النادي الاهلي قال ان منظومة التحكيم تحتاج تطوير طلع وقال له انت ايه اللي عرفك يعني ايه تطوير تحكيم عرفتوا المشكلة منين؟ المشكلة من مسؤول طول الوقت مش شايف المشكلة طول الوقت مش قادر يقتنع ان فيه مشكلة طول الوقت لما هو بدأ يكون ليد اصلا يعتقد ان هو بيحل المشكلة هو اصبح كمان جزء جديد من المشكلة بسبب انه طول الوقت عنده ما يعرف بنظرية الانكار على طول الخط ويمكن مش على طول الخط يمكن في جانب يخص النادي الاهلي في المقام الاول الكابتن حسام البادري المدير الفني لنادي الاهلي وبراهيم فاي بقوله من القلائل والمرات الولايالة تكاد تعد على الاصابع اللي يكلم عن اخطاء التحكيم طلع الكابتن اسم عبد الفتاح بالشكل ده تجاه الكابتن حسام البادري لكن للامانة في ناس كتيرة جدا كانت بتطلع بانتقادات دازعة وخروج عن النص وصراعات على الهوى مع الكابتن عصام عبد الفتاح والكابتن عصام عبد الفتاح ما كان يجرؤ ابدا ان هو يقول انت مين عشان تتكلم عن التحكيم وتطوير التحكيم وهنا الكابتن عصام عبد الفتاح لما كان بيواجه الاشياء دي كان بيسيب التحكيم المصري اللي نزل مصر ويبقى كل الناس وقتها تقدر تتكلم في التحكيم لكن مع النادي الاهلي الكابتن عصام عبد الفتاح بيطمع في التحكيم المصري كله وهو بس اللي بيفهم في التحكيم وما دون ذلك لا يفقه شيء عن التحكيم تعالى اقول لك كمان نقطة مهمة جدا هو الكابتن عصام عبد الفتاح وبيحلل اللقطات الاخطاء التحكمية لما بيكون فيها اهلي وزمالك بيكون نفس التون نفس تطبيق القانون نفس وجهة النظر ولا الامور بتكون خمسين خمسين نبدأ منين ببساطة جديدة مباراة الاهلي والزمالك راكل الجزاء بعض خبراء التحكيم قالوا ان ده راكل الجزاء ومش هنقول الكابتن احمد الشناوي وظروفه الخاصة في الرأي ده لكن الكابتن سامير عثمان والكابتن جمال غندور قالوا مفيش راكل الجزاء والكابتن ياسر عبد الرقوف والكابتن احمد الشناوي قالوا فيها راكل الجزاء لما تيجي تحطها كده على مسترط ومعيار الكابتن عصام عبد الفتاح هيقولك ده راكل الجزاء خمسين خمسين الجري اريا يعني ممكن تبقى راكل الجزاء وممكن ما تكونش راكل الجزاء الناس اختلفت عليها لكن كابتن عصام كان حازم مش ديه ضد مصلحة الاهلي يبقى راكل الجزاء لكن لما تكون لنادي اخر تعالوا نشوفه نشوف طريقة خطة حتة اسكندراني من فارس والله كابتن عصام تعالوا نشوف طريقة الكابتن عصام عبد الفتاح هو بيتكلم عن الاخطاء التحكمية في مباراة متعلقة بمنافس النادي الآلي نادي الزمالك يعني انت ضربة الجزاء بتاعت النهاردة بتاعت الزمالك مبارع خمسين خمسين يعني ايه خمسين خمسين يفهمون الناس اللي شوية عندهم اللي هم خبراء فعلا في التحكم عندنا في التحكم حاجة اسمها مناطر معينة فيه منقول المنطقة البيضة البلاك ومنقول الوايط فيه الابيض وفيه اسوى ما بينهم الابيض وفيه اسوى فيه سبعة يعني كرارات بتبقى واضحة بالتحكم فيه ما بينهم الجريزون المنطقة الرمضية اللي فيه في التحكم لما يكون فيه قرار صعب قرار مش قادرين محكم عليه بشكل صحيح الصورة مش واضحة بنروح مع القرار اللي بتاخذ الحكم حتى لو هذا القرار طب هو مبارع مش كان فيه فار يا كابتن فيه فار بس طب الفار ما يشوفهاش ما كانش فيه لقطة يقدر الفار يتدخل فيه بشكل واضح ما فيه لازم يكون عنده كلين إفلنس لازم يكون عنده دليل واضح هو الفار يا كابتن من حقه يوقف ومن حقه يعيد ويبص من أكتر من كدر بالزبط لكن لو هو زي الحكم في الملعة ممكن ما يكونش عنده الكدر اللي يحكم به اللي فيه شكل ما يتدخلش أبنا لازم يتدخل بس هي كابتن على الشاشة ما تشوفها من كذا يعني كادر تقدر تحكم أنا معك يا سيف بس في بعض بعض اللقطات ما بتكونش كافية أنك تحكم على حلات بس اللقطات المبارح اللي احنا شفناها أعتقد أن هي قادرة أنك تحكم والله مش مئة في المئة عشان أكون صادق معاك وعلى فترة إحنا عرفنا الحلقة إحنا ممكن فيه معطة حل أخريك وبعطة للزملة ما أجزمش أحد أنه ممكن الغري يتدخل في هذه الحلقة هو أنت بتحلف كتير ليه كابتن عصام أنت بتحلف كتير ليه في لقطة القائل والأسيوتي حلفت أنها مش راك للجزاء والكرة لمسة دي اللي بره جسمه في اللقطة دي كابتن سيف اللي بيقف على مسافة وحدة مع جميع الفرق بنفسه قالك ده فيه فيه مشكلة ولما عملت المداخلة دي مع كابتن متحة شلبي برضو قالك نفس القصة اللي أي حد في مصر حتى لو زمالكية وشاف اللقطة هيقولك أن فيه سيف الجزيري زائق مدافع أمبي قبل يوسف أوباما يتعرقل في المدافع اللي اتزق لكن أنت طالع مصر على أن القصة خمسين خمسين مع أنها واضحة مش أنا هنا في الفقرة دي مش عايز أروح لسكة الأخطاء التحكمية قوي هو ده خطأ تحكمي فعلا ولا لا أنا عايز أروح لتناول الكابتن عصام عبد الفتاح للأخطاء التحكمية دي يعني هنعتبر أن رقلة الجزاء دي خمسين خمسين على رأي الكابتن عصام عبد الفتاح وهنروح معاني الآخر يبقى المفترض اللقطات المشابهة تكون خمسين خمسين لكن للأمانة أعتقد هنشوف مفاجآت هنشوف مفاجآت في الجيرين إيريا أو الجيري إيريا الجيري اللون الرمادي يعني نسبة لأن فيه أبيض وفيه أسود وفيه أبيض منقط أو أبيض بخطين حمر غالبا ده الجيري إيريا طيب عشان نعرف لون الجيري إيريا بجد تعالوا نشوف كابتن عصام عبد الفتاح اللي دايما لو اللعبة تخص عن ده غير النادي الأهلي يقول لك إيه يا جماعة يعني في اختلاف الحكام رحمة قال كده على فكرة عشان محدش يقول بس فارس بيقولك طباس ما ينفق لا لا هو قال كده في اختلاف الحكام رحمة فهو قال في اختلاف الحكام رحمة وعنده دايما جروب كده تقريبا هو الوحيد اللي بيبعث له طبعا الجروب ده بيرجع له في كل حاجة إن احنا في الجيري إيريا كابتن فأمان يعني طب تعالوا بقى النادي الأهلي سيف الجزيري ومباراة النادي الأهلي وراكل الجزاء اتحسبت لنادي الزمالك هل ظهرت الجيري إيريا ولا لأ نسمع كابتن وصام عبد الفتاح وهو بيتكلم انت شايف ان دي مش كدير دي مش كدير يعني فيها شك هو ده اللي أنا قلت 50-50 فإذا انت رمى الحكم حسب طب نستعلم بصديقة فيه خطأ على سيف الجزيري قبل الصداق وكابتن شدنا وقيدك طب أنا بس عايز أتكلم كمان على نقطة أنه كان ده اللي أنا واضح من اللقطة دي ماشي أوكي أنا هنا عما جيت حللت في الكرة دي ووقفت عند دفعة سيف الجزيري وما بعد ذلك خلاص عشان فيه خطأ من الأول الخطأ الأول ده هو اللي أدى لإحتساب ركلة الجزائي فأنا عما جيت حللت هنا وأعتقد كابتن حضرك تأييدني في الكلام فيه خطأ على سيف الجزيري يبقى فيه خطأ على مهاجم نادي الزمالك وخلاص طب دي بلاك ولا ويت بتاعت سيف الجزيري ويت بلزباليانة ويت حضرنا يا كابتن نحن نتكلم على ركلة الجزاء أنا الوايت والبلاك لا الخطأ خلاص لكن نحن اتكلمنا على ركلة الجزاء ونحن رجعين للفاول اللي في نص الملعب عند ديانج فانت جبت فاول اللي في نص الملعب فبلاك لقب 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 نص سنية بصة بصة كابتن شو بنا أنا بنتكلم بنا نحن بنتكلم عشان نوضح للناس دورك ان انت بتشوف لو هناك مخالفة قبل بيرجع لو فيه اي مخالفة خطأ بالزبط اذا النهاردة اذا النهاردة انا عايز اقول انت ما شفتهاش ماللايف واضح ايه دفع هذا اللي انا عايز اقول همتفق مع الخطأ ناخد اللي بعدها يلا ناخد اللي بعدها لان كابتن شو بير وضح القصة من خلال كابتن وصام عبد الفتاح اللي كان بول جري اريا وبعت لي ناس على جروب وكلم ناس في الخارج هو هو كابتن عصام عبد الفتاح اللي قدام حكمين مش جروب بقى فما فيش مجال لان انا اقول كلام واللي بيسمعني يجاريني فيه او يوافق عليه كابتن عصام عبد الفتاح بشكل واضح وصريح اتكلم ان لقى اللعبة كانت مش راكل الجزاء لان كان فيه دفع وما بقاش فيه وايت وبلاك بقى فيه ان اللعبة مخالفة على نادي الزمالك وراكل الجزاء غير مستحق ده في ديئة ونص الكابتن عصام عبد الفتاح غير قناعاته من اول ديئة ونص كان ضد الكابتن سامير عثمان ووحمد الشناوي وصل لنهاية ديئة ونص انتوا كلامكم صحيح فين الجري أريا ماشي ده التناول اللي انا بقول لحرارتكم عليه والواضح كده ان التناول او قزمة الكابتن عصام عبد الفتاح صدفة انها في سيف الجزيري سيف الجزيري في مباراة امبي سيف الجزيري في مباراة القمة ورقلة الجزاء اللي اتحسبت على النادي الاهلي وهنا اول وقعة هتشوف خبير او رئيس لجل حكام بيتكلم في احتساب رقل الجزاء والحكم نفسه في احتساب رقل الجزاء والتناقض اللي ما بين الاتنين تعالوا نشوفوا التناول بيتم ازاي لما يكون الامر ضد النادي الاهلي نشوف الفيديو ونرجع نعقل ان هو ايه ده رقل الجزاء للزمالك كده كان ايه هدى الامور ايه بالعكس رقل نادي الزمالك كانت رقل الجزاء اه 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 مية المية صحيحة لو نرجع للحال هتاقي ان فيه نبهال ماسك من التشيرت ليه لعبات الزمالك سيفر الجزيري ففيه ماسك مية المية هو اللي ادى الى سقوطه وصراف الجزاء كانت الماسك بالهد بس الناس كانت مركزة على علي معلول ان هو في الارض فهم كانوا شايفين لعب اخر لو لعب اخر هو حاجة حاجة البنالتي بتاعت الزمالك برضو البعض قال هم مش عارفين حسبتها على عرقلة ولا على شدة الفانيلا على عرقلة علي معلول وهو واحد في الارض السيف الجزيري بعد ما مر بالكرة منها اه البر راجعك فيها البر راجعني فيها اه والداني الاختجاج او الاعتراض ان حضرتك قلت ان ضربة الجزاء احتسبت على شدة حمد فتح لسيف الجزيري وانه كابتن محمد عادل قال لي لا دي عرقلة من علي معلول لسيف الجزيري ده عمل نوع من انواع رد الفعل العنيف شوية ولا رد فعل ولا شيء كابتن سورير هناك حطائين تموا في نفس الوقت الفقرة دي او الفيديو تحديدا المفترض حط مع موسيقى الكاميرا الخفية اللقطات اللي وقدنا كلها طبعاية كابتن عصام كابتن عصام عبد الفتاح احتلع بعد مباراة الشهيرة مباراة الاحتواء قال ان فيه شد واضح لصالح سيف الجزيري من حمدي فتحي الكابتن شوبير جاب حاكم للمباراة نفسه قال له انت حسابت راكلة الجزاء على ايه قال على عرقلة علي معلول لمين لحمدي فتحي برضه هي القزمة في حمدي فتح لان قدم علي معلول ما لمسيتش اساسا سيف الجزيري الشد اللي شفها الكابتن عصام عبد الفتاح بعد كده لما قال له انت قلت كلام ومحمد عادل قال كلام قال له فيه خطائين في نفس الوقت هي هي اللي شايفها الكابتن عصام عبد الفتاح في مباراة الزمالك والسيراميكا بتاعت محمد معروف ومحمد الحنفي لا تستدعي على الاطلاق راكل الجزاء لان لعب سيراميكا ما قلعش التشيرت في ايد طارق حامد فتخيلوا التناقض الواضح ما بين حالات الاهلي وحالات الزمالك تخيلوا في راكل الجزاء سيف الجزير الكابتن عصام عبد الفتاح بيقول مية مية راكل الجزاء مهنة الحسم عصلي ضد الاهلي لكن معناه دي الزمالك والله خمسين خمسين هو لا التناول سيبك من رأي الحكام وخبراء الحكام شوف الكابتن عصام عبد الفتاح بميوله تجاه النادي الاهلي اللي بتمتد المواسم سابقة واستعرضنا موسم 2018 وفيه كمان في موسم 2018 كان له تصريحات كتيرة بيكدب عينينا وبيكدب الخطوط فبمرة مثلا على الشعيرة الاهلي وبترول أسيوت ولمسة يد واضحة على مدافع بترول أسيوت هو ده طريقة عصام عبد الفتاح هو ده الكابتن عصام عبد الفتاح من وجهة نظري أنا آسف نعم باستخدر المصطلح ده هو كاره للنادي الاهلي وده بيأثر على قراءه شفته هو بيقول لك هو اللي اتنين يعني لما ما قدرش يروح من كابتن شبير في حتة فقال له هي اللي اتنين يا كابتن شبير يعني ده تنفع وده تنفع المهم اللي انا قلت يبقى ليه مخرج طب تعالوا نشوف كابتن عصام عبد الفتاح هو هو بعد فترة وهو بيتكلم عن نفس اللعبة نشوف الفيديو ونرجع لحق مش باين مش باين ان فيه شدة فانيلا شدة الفانيلا دي لا مش شدة فانيلا دي احنا بقى في مطش سراميكا قلنا ما فيقاش بنا ارتباع يعني ما انا باتكلم انا باتكلم استنيا يا كابتن احمد انا لما سألت على الشدة ولا على عرقلة قالوا لا على العرقلة كابتن عصام عبد الفتاح انا فيه لقطة يا كابتن ان فيه عرقلة طبعا المسك متطفق مع حضرتك زيه زي بتاع طرق حامد مية في المية مية في المية لا زي بتاع طرق حامد داك شوف التشيرت ايهو لا لا دي لمسة المسك طبعا لا انا متطفق المسك مية في المية زي بتاع طرق حامد مستحيلتوا بقابليني لكن بس نشوفها بس هي دي نركز مع الله كابتن عصام عبد الفتاح هنا بيتكلم في حتة ان هي فيها عرقلة راح لرأي محمد عادل اللي كان بيتال في الاول وان المسك لا دي زي بتاعة طرق حامد انت بقى نقل اللي انت عايزه من كابتن عصام عبد الفتاح على مدار اللي احنا بنعرضه عن الفقرة مش هتوصل للعبة الكسة يا جماعة مش في لعبة احنا بنديكم مثال عشان نوصل لقاعدة اهم جدا من اللعبات دي وهي ان الشك ضد الاهلي والشك في صالح المنافسين في اي لعبة فكرة الجري اريا دي اجذوبة وخدعة اتقالت عشان يبقى فيه مبرر فيما يخص تبريد اي حاجة ضد النادي الاهلي او مش في مصلحة النادي الاهلي على الجانب الاخر بيكون في لعبات النادي الاهلي مفيش جري اريا اخيرا فيما يخص كلاتنبرج اي حكم ممكن تقول عليه رأيك موهل غير موهل بس لما تقول للناس حاجة برضو جزء من ان انت خداع الرأي العام كلاتنبرج لما مراحش كاس العالم ما كانش يا جماعة اطلاقا لانه حكم غير موهل افتحوا سكاي سبورتس وشوفوا التقرير اللي اتنشر كان في البريس الليكتت جروب من الحكام اللي لازم حيكونوا موجودين في كاس العالم مراحش لانه هو راح وقتها السعودية وقالت لجنة الحكام في انجلترا انه هم اسفين لده اذا مش انه هو حكم مش مؤهل اعتقد في خطة احمر كان فيه رسالة واضحة واكيد كابتن وصام عبدالفتاح لازم يغادر مكانه قريبا جدا نشوفكو في حلقات تانية والاهلي دايما دايما لجمهوره وكل محجبي خطة اشتركوا في القناة